إلا جيب الشرطة يجمعت الخير يوقف في وجهي إن شفت الطاولة هذه لا أكسرها فوق راسك فلام عليكم وسائل الخير جمعت الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله أول شيء الله يعطيكم ألف عافية ويسعدكم حرفيا لين يغنيكم ويسخر لكم ملائكتا في السماء وجنودا في الأرض يا أخي أقسم بالله العظيم الكلام الإيجابي اللي قاعد أقراه في الكومنتات والناس اللي قاعدة تشترك وتحط على اللايك أسم بالله العظيم إن هذا الشيء ترى ماهو شيء سهل الشيء هذا والله العظيم إنه يخليني أستمر أكثر وأكثر ويا الله يا رب القلوب القاسية والعبادة العاصية والجبال الراسية إنه يسخر لكم ما في السماء وما في الأرض والله ما تدرون قد إيش إن الشيء هذا يفرق معايا ولمهم يا جماعة الخير اليوم عندنا قصة ولكن ما هي مثل أي قصة لا قصة عادي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام قصة من الرتم الثقيل مرة ولكن قبل ما نبدأ حبيبي عزيز المتابع في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة ويلا خل نبدأ مثل ما تعرفين يا جماعة الخير القصص دائما تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه سعود سعود يقول إن عائلتي مكونة من أب وأم وأنا الولد الوحيد اللي موجود معهم في البيت ما عندي لا خوات ولا أخوان ولا أي أحد ثاني برضو زيادة على كذا يقول عائلتنا من العوائل الكبيرة مرة والقصة هذه صارت معي في نهايتي من الثانوية مثل ما انتو عارفين يا جماعة الخير بعد ما تخلص المرحلة الدراسية وبالتحديد في المرحلة الثانوية تكون فيه إجازة طويلة ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور يقول سعود ما اكسبت من هذه المدرسة إلا شخص واحد وعزيز وغالي عليه اللي هو صديقي اللي اسمه خالد خالد شخص محترم طيب خلوق وبرضه طموح أموح بشكل ما تتوقعونه المهم يا جماعة الخير لجهازة طويلة كان خالد دايما يمر أن يوركب معاه ونروح نشتري لنا عشاء ونصير نفر بالسيارة يقول نقعد ساعة بعض أحيان بعض أحيان ساعتين وإحنا بس قاعدين ندور في هذه الشوارع يوم من الأيام استمرنا على هذه الحالة ما يقارب أسبوع أو أسبوعين يقول لي خالد اسمعي سعود سعود والله الدوران هذا قاعد يصرف بنزيم السيارة وبرضه قاعد يقلل من عمر السيارة والمحركات اللي داخلها وش رايك يا سعود نشوفنا مكان ونصير نجلس فيه بشكل دائم أفضل من دواراننا هذا قلت له أنا ما عندك مشكلة أبد ولي تبغاهنا معاك ولكن وين قال أذكر عندي أخوية من زمان عندهم استراحة قلت له الأخوية ذولي معنا في المدرسة قال لا لا ما هم معنا في المدرسة عيال عم مع أخوية مع شوي ميكس بسيط قلت له طيب كيف وضعهم وضعهم تمام قال لي وضعهم تمام قلت له اسمعي خالد ترى في موضوعي لازم علمك فيه أنا ترى الولد الوحيد اللي موجود في البيت قال لي طيب أدري من زمان قلت له لال مشكلة مهنة أن أبوي وأمي متأملين فيني تأمل غير طبيعي أفيعني إذا أخوياك راعين دخان وراعين شيشة أتمنى أنك تعذرني من هذا الشيء وإذا تبغى تروح أبدروح الله يسهل أمرك قال لا يا رجال أخوياي ذولي ما لهم في الخرابيط هذي نهائيا قلت له خلاص زين قال اسمع وش رايك أول شي نروح عندهم يوم كذا كضيوف وتشوف وضع الاستراحة إذا عجبتنا نقط معهم وندخل يقول سعود قلت له طيب ممكنهم ما يبغون أحد معهم قال لي لا تخاف يا ابن الحلال وهم راسلين في القروب حق الواتساب إن عددهم في الاستراحة ستة وأجار الاستراحة شوي غالي ويبغون ثلاثة أربع أشخاص يدخلون معهم عشان تخف عليهم التكلفة والمكان اللي مستأجرين فيه ترى مكان فخم ما هو مكان بسيط لأن مثل ما انتعارف الأماكن الفخمة تكون أماكن هادية وما فيها مشاكل كثير أما الاستراحات الموجودة في الأحياء القديمة راح تسبب لنا مشكلة وقلت لأبد يا خالد هداية الله ثم شعرك واللي تبغاه يصير يالخلاص عجل بضبط معهم موعد بسيط بنقول لهم أني أنا راح أجي أنا وخوي سعود نبغى نجلس عندكم في الاستراحة يوم ولا تخاف يا سعود ترى والله أمون عليهم لاتشيلهم جيت لأبد خلاص معك وصدق يا جماعة الخير جاء اليوم الموعود اللي اتفقنا فيه الروح للإستراحة هذه حقة أخي يا خالد مرني خالد عند الباب واتصل علي وركبت معه رحنا لين عند باب الاستراحة المكان اللي رحناه لأجماعة الخير عبارة عن ممر طويل وفيه ما يقارب 17 استراحة يعني تمشي مع هذا الممر وكل بيبان الاستراحات تكون على يدك اليمين يقول وقفنا السيارة ودخلنا مع هذا الممر قال لي رقم استراحتهم رقم 16 يعني في الأخير مرة وبالتحديد الاستراحة اللي قبل الأخيرة جيت لأ خلاص تمام المهم مشينا جماعة الخير لين وصلنا عن باب استراحتهم اللي يطق الباب عليهم خالد طاق 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 اللي يجي واحد ويفتح الباب مرحبا هلا خالد يا أهلين وسهلين يقول دخل خالد في البداية وانا دخلت وراه ودخلنا وصدق حصلنا ذاك اليوم ما يقارب ثلاثة أشخاص جالسين في الاستراحة المهم دخلنا وجلسنا عندهم واضح الاستراحة انها استراحة نظيفة ما فيها لا دخان ولا شيشة ولا الأمور الممنوعة الثانية دخلنا وجلسنا عندهم بعدين قالنا واحد منهم وش رأيكم يعيال نطلب لنا عشاء بما ان الجمعة هذه جمعة مباركة وجانا سعود فيها قلت لهم انا أبد اللي تبغونا أنا معكم اللي يطلع لنا واحد ثاني من اخيام قال اه ترى الموضوع قطة اللي الأول يقول لا استعلى وجهك الرجال هذا ضيف عندنا وش قطة ولو قطينا انت ما رح تقطي سعود أبد يقول سعود في البداية انحرجت منهم قلت لهم يا جماعة الخير ما ينفع الموضوع هذا خلوا الموضوع يعني يكون بيننا اللي يا جماعة الخير خالد يقول لا تخاف هذا بس في اول يوم اللي يام الثاني راح يخلونك تدفع كل ما عندك ويضحكون قلمهم يا جماعة الخير جلسنا ذلك اليوم في الاستراحة هذه وقعدنا تسولف وتعرفنا على الناس الموجودة بعدين قال لي خالد يا جماعة الخير على 11-12 الليل يلا يا سعود مشينا اوصلك البيتكم واروح انا لبيتنا وماذا انتوا عارفين تجي الكلمات اليوين رايحين خلوكم اروح على صلاة الفجر باذن الله كان لهم خالد لا والله مستعجلين وطلعنا يا جماعة الخير من الاستراح حقتهم وركبنا سيارتنا اللي يقول لي خالد ها وش رايك بالعيال كويسين تبغى ندخل معهم يترى والله الناس هذولي ممتازين حس لنظرة اولية انا قيمهم انهم كويسين يقول لي خلاص يعني نعتمد ونقولهم ان احنا راح ندخل معكم يقول سعود قلت الخالد ابا دعتمد وانا معاش صديق يا جماعة الخير يصير خالد يرسلهم في الواتساب يقول لهم ترى انا وسعود راح نكون معكم في الاستراحة وراح نقط فيها المهم رد واحد منهم وقال خلاص راح تقطون من الشهر الجاي ولكن تقدرون تجون الاستراحة الفترة هذه ترى احنا دفعنا فلوس الاستراحة الشهر هذا المهم نزلني يا جماعة الخير خالد بيتنا وانزل بيتنا وسلم على امي وعلى ابوي كانوا موجدين في الصالة وادخل غرفتي ونام طبعا في اليوم الثاني راح تكون حياتي تبدأ من الساعة 8 اروح فيها الاستراحة حقتهم ونصير نلعب ونغير جو داخل هذه الاستراحة وبرضو في ناس جدد انا ما شفتهم الحد الان ولا ادري منهم يقول سعود صدق صرت استمر اروح لهم كل يوم يومين اروح لمهم واستمريت على هذه الحالة يا جماعة الخير ما يقارب شهرين وانا كل يوم اروح عندهم وارجع لبيتنا وكانوا اهلي مبسوطين اني انا ماني قاعد ادور في الشوارع لانهم من قبل كانوا يقولون لي انتبهوا من الشوارع وانتبهوا من السيارات كان ابوي يقول كلمة شهيرة مرة يقول انتبه يا ولدي سعود ترى يجيك من يبلاك يعني يجيك من يسوي لك السوق ويحطك في مشكلة كنت اقول لي يا ايبا لا تخاف وانا متوكل على رب العباد المهم بعد شهرين جتي جماعة الخير لحظة تقديم على الجامعات المهم قدمت على الجامعات اللي موجودة عندنا وبرضو كان خالد معاي وكان خالد دايما يقول لي يسعود خلني في نفس التخصص اللي انت بتدرسه لان والله ودي اروح وارجع انا وياك سوا يترهبت لاتشي الهم بالعكس افضل وافضل على قل لو غبت يوم اجي ااخذ منك بعض الواجبات واذا انت غبت برضو انا اعطيك الواجبات اللي صارت قال لي ايه والله وانت صادق وصدق جماعة الخير قدمنا على الجامعة وننتظر بس رد الجامعة للقبول والقبول هذا يحتاج من اسبوع الاسبوعين طبعا نظام الرغبات حقتك ما تكون على كيفك وتقدم على يعني مكان معين لا تسجل ما يقارب ستة او سبع رغبات يعني مثلا حط رقم واحد مثلا الامن السبراني رقم اثنين علوم حاسب واربع ادارة اعمال وعلى هذه الحالة اهم اذا ما قبلوك مثلا في الامن السبراني ممكن يقبلونك في علوم الكمبيوتر او ما قبلوك في اثنين هذه يمكن يقبلونك في ادارة الاعمال يعني الموضوع ماشي على النهج هذا يقول سعود في احد الرغبات كنت حاط تخصص القانون وكنت حاط يا جماعة الخير الرغبة ممكن السادسة او السابعة الرغبة يعني انا صارف عنها النظر وقيت يا اخي مستحيل انهم ما يقبلوني في الاشياء الاولى هذه طبعا اجباري اني اعبي الرغبات هذه بشكل كامل عشان ما افقد الفرصة لو جت لحظة القبول المهم استمرت الايام واحنا ننتظر رسالة القبول اللي تجي من الجامعة والرسالة هذه لو جت على نفس التخصص اللي انا ابغاه رح تفرق معاي بشكل كبير مرة وراح تخلي ابوي وامي يستنسون بشكل غير متوقع والمهم يا جماعة الخير وتستمر الايام واحنا قاعدين ننتظر رسالة هذه واحنا في انتظارها دايما نروح الاستراحة ونرجع وعلاقتنا صارت مع حقي الاستراحة علاقة قوية مرة يقول سعود دك اليوم على الساعة 9 الصبح جتني رسالة القبول ولكن مو في التخصص اللي انا ابغاه جتني رسالة يا جماعة الخير في تخصص القانون ولكن ما احب القانون انا نهائيا كنت اسمع ان القانون عبارة عن حفظه بس ولا اعرف عنه اي شي وارسل على طول رسالة لخالد خوية سألهم عليكم خالد كيف حالك طيب خالد تراني انا جاني قبول في تخصص القانون اللي يرد علي خالد ويقول لي انا جاني تخصص بعيد عنك مرة يقول انا تخصص استثار كيميا ولكن هم شي ان احنا ندرس في جامعة واحدة وابد يا سعود يا خوية فالك التوفيق بالصدق تخصص خالد كنت اراها ان تخصص جميل ولكن كنت مستغرب من خالد ان ما يبغى هذا التخصص فانا اسكت ولا بغيت اقول لان تخصصك ترى حلو ومادري ايش لو الموضوع بيدي ولا لا ادرس تخصصك ولا ادرس قانون كلت اخاف ان يعني يراني بعين الحاسد اسكت ومشيت الامور المهم يا جماعة الخير جت لحظة الدراسة وباشرنا الدراسة داخل هذه الجامعة صار نظامي بين البريكات اروح الاستراحة اقعد فيها لين تجي لحظة المحاضرة الثانية وبرضو خالد بعض الاحيان يسوي نفس هذه الطريقة المهم في يوم من الايام يا جماعة الخير وانا رايح للجامعة جابوا الجامعة دكتور جديد يقدم لنا المحاضرات والدكتور هذا كانت الناس كلها تمدحها ويقولون اصلا الجامعة اللي جاء من قبل من عندها يقولون ان هذا الدكتور دكتور داهية لابعد درجة يعني يفهم في القانون وحافظه كان نحافظ اسمه يقول سعود هذا الدكتور اسمه نهار افكان مهتم بالطلاب وكان يحب شكل المحاضرة ما يكون اسلوب علمي لا يكون كله باسلوب حواري ويصير يسولف معنا ويناقش معا لدرجة انتوا ما تتصورونها لدرجة ان صدق الانسان هذا انسان غير طبيعي وانسان قمة في الاخلاق في المحاضرة بعض الاحيان يخلينا كذا نسوي شي شبيه الدائرة كذا ويصير يسولف معنا سوليف كأن احد من اخيانا في الاستراحة يقول هذاك الدكتور ما انصى طول حياتي المهم يا جماعة الخير استمريت في هذه الجامعة ما يقارب ثلاث سنوات وانا بين جامعة وبيت واستراحة وعلى هذه الحالة المهم يا جماعة الخير في ذالث سنة في الجامعة قرر ابوي ان يشتري لي سيارة شرالي سيارة جديدة عشان خلاص ما عد اصير اروح مع احد الجامعة او ارجح واستمرت معاي السيارة هذه ما يقارب شهرين بعد شهرين مثل ما انتوا عارفين يا جماعة الخير في صيانات دورية كل السيارات في الوكالة تطلب نفس السيارات الجديدة هذه عشان تسوي لها عمليات الفحص المجانية يقول فوديتها للوكالة وقلت مد خالد تعال مرني قال لي خلاص راح ايجيك عند الوكالة باذن الله وصدق ومرني خالد وقال لي ترى حقين الاستراحة مسوين عشا وبنجتمع هناك قلت لي يلا بعد ما عندك مشكلة انا معك قال لي اكيد انت معي بتروح وياخذني ونروح الاستراحة يا جماعة الخير ونجلس جوا وصلنا الاستراحة الساعة 8 الليل جلسنا كالمعتاد وجلسنا داخل المجلس حقه يقول بعد ساعة اللابو يتصل علي وقال لي سعود وينك قلت لي انا موجود في الاستراحة قال لي تكفى ابغاك تجي توديني ابغا اخذ بعض الادوية اللي موجودة عن جدتك عشان هيبغالها تعديل وترتيب قلت لي ابشر يا ايبة قلت لخالد خالد قلت لخالد معلش خالد تعالي شوي برا واخذ خالد برا اللي خالد يقول لي انا سعود وشفيك قلت لي خالد اسمع ابوي يبغاني امره للبيت عشان باودي عن جدتي يعدل بعض العلاجات حقتها لان في بعضها منتي وبعضها مو منتي فابغى سيارتك بس تعطيني اياها بروح لابوي اوصله وارجعلك تالي خلاه سبشر ويطلع لي مفتح سيارته ويعطيني اياه وصديق اجمعت الخير واطلع من استراحتهم واركب سيارة خالد وشغل السيارة وقفل الباب المهم رجعت ريوس اجمعت الخير وطلعت جوه الحارة هذه اتمشي حقت الاستراحة عشان امسك الطريق العام اللي راح يوصلني البيت ويبعد بيتي من الاستراحة ما يقارب 26 دقيقة يقول سعود وانا طالع من الاستراحة لفيتي مين الا كانت في سيارة واقفة على اليمين تعديتها الا هي صارت تمشي وراي قلت الموضوع يعني عادي ما في شي المهم بعدها لفيتي سار الا الرجال هذا يلفي سار كتأكيد انه بيطلع على الشارع العام وجاني احساس كذا شوي غريب قلت ليكون هذا قاعد يلاحقني قلت ما راح اطلع مع الشارع العام خلني ادير وارجع الاستراحة الموضوع لي سار يا جماعة الخير مع اللفة الجاية من جديد عشان ارجع الاستراحة الا الرجال هذا طلع على الشارع العام وتركني قلت الحمد لله انه ما هو قاعد يلحقني وحود ارجع من عنده الطريق وامسك الطريق العام والطريق العام هذا يبغى له 17 دقيقة او 18 دقيقة عشان ادخل مع فتحة الخدمة اللي بتدخلني على حينا يقول وادخل معها وادخل حرتنا وادخلي مين يقول يوم دخلت مين يقول الا اشوف جيبين شرطة جو كذا من قدامي مسرعين وقلت اكيد انهم قاعدين يلحقون احد وانا انظر ورا قلت هذولي ليه مسرعين كذا المهم اللي قربوا لمي قلت وش ذولي في احد جنبي يبغون يوقفونه ولا شا السالفة الا جيب الشرطة يجبعت خيري ووقف في وجهي يقول سعود صدام فيه صدام يقول تجي السيارة اللي كانت واقفة عند الاستراحة وتلحم وراي قلت يا ولد شفيهم ذولي شا السالفة يقول ويطلع عسكري من الجيب اللي قدامي ومشغل النور عالي وشوف كل شي قاعد يصير داخل السيارة ويطلع السلاح قال لي ارفع يدك وانزل قلت يا ولد شا الموضوع وش صاير وش حاصل وش اللي ارفع يدك وانزل يقول ويقشر بالسلاح كذا ويمشي لين قزازة السواد يقول ويطرق ويفتح الباب ويسحبني يقول يسحبني بدون رحمة يقول سحبني لو يدي من ورا ويربط الكلبشة يترى هي يا ولد وشفيك والله ماليدخل وشفيكم شكلكم غلطانين قال لا لا منا بغلطانين واخيرا صدناك اذا اخيرا صدتوني انا والله العظيم ان الموضوع مو مثل ما تعتقدون قال وعدنا القسم باذن الله بتعرف كل شي المهم خذون يركبون يا جماعة الخير في الجيب طاق طاق ويقفلون الباب ويحركون القسم الشرطة يقول وانا راكب ورا قاعد احسني مجرم اذا وقفت عني الاشارات الكل يناظرني وحس لي قاعد يصير لي شي غير متوقع فالان جا في بالي قلت حين الشرطة قابضوا علي وابوي قاعد ينتظرني وش يسوي الحين خلني اطلع جوالي واتصل على ابوي وقعد اجماعات خير ادور جوالي قال له ما هو معاي العسكري اسمعني قلت لجوالي معك قال لي جوالك خذا خوينا في السيارة الثانية وبيجيب القسم انا قلت لا اله الا الله حتى جوالي ما ادري وشلون اسحبوه ما ادري كيف خذوا اغراضي بدون ما ادري المهم صرت اقول للعسكري قلت اقسم بالله العظيم السيارة هذي مو لي واني انا مال يدخل هذي سيارة خوية خالد فتوقع الموضوع اني جاه فيه لبس بسيط قال لي ايه ايه يصير خير موضوعك ان شاء الله في القسم رح تعرفه ونعرف عادي اذا انت لك دخل ولا ما لك دخل يقول اسعود خذوني القسم ودخلوني نفس الزنزانة او الحبس وقفلوا علي الباب وخلوني مرت نص ساعة مرت ساعة ساعة ونص ما في احد جاني نهائيا انا والله مال يدخل اتوقع فاهمين الموضوع غلط قال لي لا لا ما فهمنا لا الموضوع غلط ولا شي انتظر هنا لين يجي الضابط وتعرف كل شي انت سويته وصدق يا جماعة الخير لحظات الا وصل الضابط هذا اللي يفتحون الباب قالوا لي هيه تعال ويدخلوني يا جماعة الخير للمكتب ويقفلون الباب دخلت حصلت ضابط قاعد على كرسية يقول معاه كوب قزاز وقاعد يشرب قهوة يقول جلسنا الا قال لي الضابط اخيرا مسكناك ها قلت له والله العظيم انكم فهمين الموضوع غلط قال لي ياب الحلال لا موضوع غلط ولا اي شي نادى واحد اثناني قال سجل يلا بتعترف ولا لا قلت له اعترف على ايش يا ابن الحلال والله انكم فهمين الموضوع خلط قال كيف فهمين الموضوع غلط قاعد استغبي علي انت لا اكثر ذلك زازة الحين على راسك قلت له حضرة الضابط اقسم بالله ما لي دخل انا وشي سويت يلا علمني تهمتي قال يعلمك تهمتك لا لا انت من طبيعي انت وش فيك نسيت الاشياء الي سويتها نسيت الجرائم الي سويتها كلها ولا قاعدت تسوق على بال علينا قادت له حضر الظابط ياخ يفهم علي انتوا قبضتوا علي والسيارة الي اجيت فيها انا هذه ماهي سيارة انا ماخذ سيارة تخوي ولا الظابط يقان فيني قال لي وش اسمك انت قلت له انا سعود من ظلان irmاني نظر فيني كذا قانتي هتوا ؟ انت سعودي قلت له والله العظيم ان اسمي سعود قلي الي نادي احد العساكر قال تعال تعال من هو ذا اللي قبضتوا عليه؟ من هو سعود هذا وش تهمته؟ قال لا هذا مو سعود هذا اللي قبضنا عليه اسمه خالد وكنا قاعدين راقب لنا فترة طويلة ولاحقناه من عند استراحتهم لين حصلنا المكان المناسب اللي نطرحه فيه إلا الضابط يقول يا ابن الحلال الرجال هذا يقول لك ان اسمه سعود ما هو اسمه خالد قال يرجال يكذب عليك عطنا ما يثبت ان اسمك سعود قلت له المشكلة الكبرى ان محفظتي او البوك حقي موجود في سيارتي وسيارتي موجودة في الوكالة مثل ما انت عارف نهاية اسبوع ومستحيل وكالة تفتح اليوم الاحد قال لي وش الحل الثاني كذا الحل الثاني تتصل على ابوي تتأكد منه يلاها اتصال مستحيلة خليك تتصل ما راح اخليك تتواصل مع احد انت لو انت خالد فانت انسان مطلوب لانا فترة ندورك فاخيرا لقيناك ولكن اذا كنت منت خالد ان الموضوع راح يتبع مجرة ثاني ولكن احنا ما راح نطلعك من عندنا راح نخليك عندنا في الحبس لين يوم الاحد قلتنا بتخلوني في الحبس لين يوم الاحد عشان اجيب البوك حقي قال ما لكل الامر هذا ولازم تمشي معانا فيه يقول سعود انا بيني وبينكم جاني خوف وجاني فرح والخوف جاني قلت خالد وش اهم سوي يتخالد وش الموضوع اللي مسويه وخلت الشرطة انها تبغى تقبض عليه من فترة لاحقة والخبر المفرح اني انا مال يدخل في الموضوع وانهم بيطلعوني يوم الاحد يقول سعود المهم دخلت الحبس من جديد وكانت الدقيقة يا جماعة الخير كأنها ساعة الوقت طول وانا داخل الحبس هذا جاي يوم الاحد اللي راح ياخذني احد افراد الشرطة يوديني لين يا جماعة الخير الوكالة اطلع البوك او المحفظة حقتي من السيارة عشان اعطيهم اللي هي البطاقة حقتي وزيادة على كذا متخيلين اهلي لحد الام ما يدرون اني موجود في قسم الشرطة يعني قلت اهلي دفقدوني مفرض يروحون يبلغون والشرطة تقولهم ان الرجال موجود عندنا ولكن اهلي في ذاك اليوم ما سووا ولا شي من هذا يقولهم خذاني احد الافراد وروحنا الوكالة وخدت محفظتي من الوكالة ورجعنا القسم من جديد الا الضابط في وجهنا قال ورني هويت ووري هويت وناظر فيني قال والله المعذر عسعود ولكن السيارة اللي كنت راكبها كانت سيارة احد المطلوبين وما ندري يمكنني كنت برضو متعاون معه قلت يا ابن الحلال والله العظيم ما لي دخل قال اسمع انت شخصيا ما فيه اي شي نبغى منك ولكن عندك خيارين نقدر نطلق صراحك الان والخيار الثاني انك تساعدنا في القبض على خالد قلت يا ابن الحلال خالد وش مسوي قال خالد ما اقدر اقولك وش مسوي خالد مسوي بلاوي الدنيا ومطلوب القبض عليه واللي رفعين عليه طلب القبض ما يقارب 18 شخص قلت يا ساتر 18 شخص يبغى خالد ينقبض عليه ويدخلون السجن شو السالفة يا ولد قال لي اسمع انا الحين باطلق صراحك ورح ابد الله يستر عليك وناكن تراك لو ساعدتني راح تقدم شي حرفيا للوطن وللمجتمع اللي احنا فيه والشي هذا ثمين ترى خويك خالد اللي تثق فيه هذا مرة ترى شخص مبكويس وشخص خطير وانتبه منه بعدين قال لي مع العلم ترى بعد ما قلت لنا ذا كل يوم مؤثرة الشكوك علينا ترى راقبنا الاستراح حقتكم اللي تقعدون فيها وخالد ما جاء الاستراحة نهائية المهم خلص موضوعي منه واطلع من عند الباب حق القسم الا فيه عسكري قلت له لو سمح تقدر توصلني لبيتنا قال انتظر بس نص ساعة بنتي دوامي اوقع بس واخذك معاي قلت له خلاص في انتظارك وانتظر الجماعة الخير عند باب القسم ويقارب نص ساعة بعدين تذكرت قلت له جوالي اغراضي كلها موجودة عندهم لا تحصلها عند الموظف هذاك هو المسؤول عن الامنات اللي يدخلون السجن هنا اول حبس الانفرادي ذا وارع عنده جماعة الخير وسط المغراضي من جديد وناظر جوالي له طافي واطلع من جديد للعسكري وانتظر يا جماعة الخير لين وقع خروجه وبياخذني معه خذاني ووصلني لين باب بيتنا وادخل بيتنا في ذاك اليوم الا احصل ابوي في وجهي يقول اول كلمة قالها لي يا ابوي وش انت مسوي يا سعود اعترف قبل ما اكسر البيت ذاك الا على ظهرك اعترف قل لي وش انت مسوي قلت لأقسم بالله يا يبا اني ما سويت شي ولو اني مسوي شي كان ما تحصلني محبوسا لحد الان قال لي وش الموضوع وش صاير قلت للموضوع ما فين خوية خالد يقولوا انه مطلوب ذاك اليوم يمجيت ابغاء اخذك خد سيارة خالد من سيارتي في الوكالة وانا رايح للقلقى بضعلي بس يبا هذه السالفة قال متأكد ما في شي قلت والله العظيم يا يبا انه ما في شي وانت يا يبا تعرفني زين قال لي خلص زين يقول انا بعد اصلا ما فقدتك وما جيت الفجر رحت القسم الشرطة برفع بلاغ انك مفقود يوم دخلت هناك منعوني اني اشوفك منعوني اني ازورك قلت ليا يبا الحمد لله صار لي صار شوي لابوي يقول لي لعد تروح مع خالد ولا عد تكلمه ولا عد تقابل وقته علاقتك معه تفهم قلت ليا يبشر يا يبا من عيوني واللي تبغى راح يصير المهم سلمت على امي يا جماعة الخير وجلست في بيتنا اريح شوي وانا قاعد يدور في راسي موضوع خالد خالد وش وضعه وش سوه بالضبط وش الشي اللي وصل له عشان يكون في هذه المرحلة انه يكون مطلوب من جهة امنية ولهم سنتين يتابعونه وفيه 18 شخص طالبين بامر القبض عليه يعني خالد شخص مجرم ولا الموضوع فيه لبس من البداية للنهاية المهم يا جماعة الخير قلت خلني اتصل على جوال خالد واشوف وينه والله صدق يا جماعة الخير واشحن جوالي وافتح جهة الاتصال خالد طرق واتصل عليه اللي يا جماعة الخير طلع لي ان جواله مغلق اتيها ساتر خالد هذا وينه والله جاني مغص ابغى اعرف وش مسوي بالضبط واذا اقدر اساعده رح اقدم له يد المساعدة المهم بعد مرور ممكن ساعة ساعتين رحت للوكالة عشان اطلع سيارتي واخذها يا جماعة الخير واطلع من عندها قد بمر لم بيت خالد اشوف في بيتهم شيء ولا لا ومر من عندهم بيتهم ما في اي شيء الوضع هادي مرة قلت هلا طق الباب عليهم واسألهم عن خالد ولا ما اسألهم والمشكلة اخويا الاستراحة انا اعرف خالد اكثر منهم يعني ما منهم فايدة ابد ولكن خلني اطق الباب واسأل عن خالد اذا هم موجود ولا لا صدق ووقف اجماعة خير واطق الباب الا يطلع لي اخو خالد الكبير هلا سعود مرحبا واش بغيت قلت له خالد يا اخي موجود ولا لا قال لي بالحرف الواحد هذا قال لي توقع خالد مسوي جريه وزابن يسعود قلت لي ليه انتو اش دراك قال لي ان جاني ذاك اليوم وخذ السيارة حقت السواق وطلع فيها وقال لي انا يا اخو انه ترى بيختفي خمس ستة ايام لين تزين الامور وبيرجع في جاية جماعة الخير في بالي ان صدق خالد موضوعه مو طبيعي وان الجريمة اللي مسويها جريمة كبيرة ولكن هل من الممكن ان خالد تغير في مرحلة الدراسة الجامعية هذي يعني في ثلاث سنوات بس تغير كل شي عنده يا اخي مستحيل خالد يوصل مرحلة الاجرام ذي قلت خلني اتصل على احد الموجودين في استراحة في ذاك اليوم ابغى اسألهم ويش صار مع خالد في نفس ذاك اليوم وصدق وافتح الجوال وطيطيطيطيط واتصل على حقي الاستراحة سلام عليكم عليكم السلام خالد ذاك اليوم وش وضعه وكيف راح ومنوصل البيت قاله خالد جاه اتصل وطلع من عندنا مسرع مرح ومن بعدها ما عدت شفناه طيب كيف راح سيارته معي قال والله لا تسألنا ما ادري كيف راح وكيف اختفى ونسألها نقول لوش فيك يقولنا بعدين بعدين ما ندري وش وضعه يقول سعود هنا يقنت انخوي خالد انه طايح في مشكلة ما هي مشكلة عيدية ابد لا 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 مشكلة كبيرة مرحة المهم جمعة الخير وترجع الدراسة واصير ادرس في جامعتنا وخلص محاضراتي وارجع على بيتنا وقلت يا اخي خلاص باقي لك سنة لا تخربها في النهاية ويجيك شيء بسبب اخوياك اللي موجودين في الاستراحة ولكن لاحظت يا جمعة الخير في مواقف الجامعة ان الشرطة كانت تجي عند الجامعة بشكل مكثف كنت يعني غريبة الشرطة توا تجي الفترة هذه يا اخي داما مطلوب من سنتين كان جابوه من الجامعة نفسها برضو جمعة الخير المبنى حق الجامعة حق خالد ما هو قريب من عندي لا يمكن يبعد عني ما يقارب ترى 800 متر 900 متر بعيد شوي ولكن اذا جيت ادخل جامعتي لازم امر من عند المبنى حقه بعد امر على المبنى حقي قولهم يا جمعة الخير انا قلبي ناغزني على اخوي خالد بحثت عني مين بحثت عني يصار مختفي اختفاء تام فقلت خلني اسأل هل خالد دوم لأيام اللي فاتت في الجامعة او لا واروح جمعة الخير المبنى حقهم واسأل الطلاب الموجودين عرفون واحد اسمه خالد كذا 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 اللي استغربتها ان اغلب الناس الموجودين ما يعرفونه لا والله من عرفه لا والله من عرفه من خالد مين هذا من تقصد انت يقولهم مريت على كذا شخص ما في احد قال لي ان في واحد في الجامعة هذي اسمه خالد وقلت ممكن هذولي مختلفين في شعبة ثانية وهو في شعبة ثانية وما تقابل معهم نهائيا فزودت البحث وكنت اسألهم واقول هل لكم ثلاث سنوات في نفس الجامعة دي قلمهم مع تكرار البحث يا جماعة الخير حصلت لي شخص الشخص هذا قال لي ايه خالد هذا اذكره ايه كذا قصير شوي ودقن صح يتلى ايه وهو وهو قال هذا ترى ما جاء الا بداية الترم بعدها سحب جاءت لهم متأكدين جاء الترم واحد وسحب هل ايه ابن الحلال ما ادري هو تقصده ولا واحد ثاني وصار يعيد لي الوصف من جديد ويعطيني جماعة خير تفاصيل مخصص الخالد هذا قلت له والله العظيم ان هذا خويه ايه هذا اللي اقصده قال لي هذا اصلا ما جاء الا يومين وثلاث ايام وسحب كنت اتذكره في بداية الترم في كلت غريبة يعني يقول بداية الترم وانا قاعد اشوف الجهات الامنية واقفة عند الجامعة جهات الامنية قاعدين يدورمين اجل مفروض يدرون خالد يعني ساحب لفترة طويلة مستحيل يجي موضوع غريب شوي الموضوع ما هو مثل ما انا متوقع المهم طلعت من مبناهم يا جماعة الخير ومرت الايام مر ما يقارب اسبوعين وخالد خويه مختفي يذك اليوم وانا في القاعة عند الدكتور اللي اسمه نهار صار يسول بعض السواليف وسألته سؤال قلت له يا دكتور انه صار معايا موقف في الايام اللي فاتت قال لي وش الموقف قلت له ما اقدر اقوله هنا خلى بعد ما تخلص المحاضرة باذن الله ودي اقولك على انفراج قال لي بشر يا سعود لا اتشي لهم المهم خلصنا المحاضرة وامسك الدكتور النهار قلت له السلام عليكم دكتور كيف حالك طيب قلت له دكتور انت يعني بمثابة الوالد وانت انسان طيب انا والله العظيمة احترمك وارتاح لك والله يا دكتور الموضوع ما فيه قلت له موضوع انه صار كيت 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 وانه مقبضوا علي وانه مسجنوني وانه صار الموضوع هذا كله قال لي فاي قسم صار هذا كله من الضابط اللي كان ماسك وعطيته اسم الضابط وقال لي خويك خالد وينه قلت خوي خالد مختفي من ذاك اليوم قال اهه خلاص زين بتصل على الضابط وبعلمك قلت له الضابط انت تعرفه قال لي اكيد يعرفوني اكيد اشتغلت انا معهم قبل فترة وامسكت اكبر القضايا الموجودة عندهم يلا لا تحسبني دكتور لا لا انا برضو محقق ومارس امور التحقيق هذه من زمان قال لي خلاص اليوم ان شاء الله على العصرية فاتصل على الضابط وعلمك قلت له تكفي يا دكتور ما تقدر تتصل عليه الحين والله العظيم من قلبي يحرقني على اخوي خالد وابغى عرف السالفة الموجودة الخير للدكتور يقول لي ابشر ونطلع يا جماعة الخير من المحاضرة اللي هو يطلع جواله طيط 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 ويتصل يا جماعة الخير على الضابط اللي هو كان ماسكني السلام عليكم ابو فلان كيف حالك طيب مرحبه ومسهله قال له المهم اسمعي ابو فلان في قضية صارت عندك كذا وقبضت على الشخص وصار مبوه وش الموضوع قال لي نعم هذي صارت قبل فترة والحد الان ندور الشخص هذا الاسم خالد ومنه محصلين اللي يسأل الدكتور قال له طيب وش الموضوع وش السالفة يمكن اقدر نساعدك قال بموضوع ما فيه ان الشخص هذا الاسم خالد شخص محتال وانه صارق مبلغ يقدر بثمانمية الف او تسعمية الف قال خالد هذا صارق مبلغ تسعمية الف قال له نعم قال وش الاسلوب اللي كان يسويه قال كان يحتال على الناس بالخدمات الموجودة يعني مثلا يجي يقول لك انه نقدر نستقدم لك شغالات ونقدر نسويلك كذا وكذا وكذا طبعا انا قاعد اتكلم لكم بنفس الاسلوب هذا يا جماعة الخير مو هذا الشي اللي سجنه علمهم كان يعطيهم رقم الحساب بعد ما يحولون يسحب عليهم ولا يقدم لهم الخدمة اللي يبغونها يقول سعود وانا قاعد اسمع الكلام هذا انصدمت قلت خالد حول الى شخص محتال وشلون وكنت اقول يعني ان خالد مستحيلنا يوصل للدناءة هذه ما هو الانسان ذا اللي قاعدين يتكلمون عنه خالد اشرف من الكلام اللي قاعدين يقولونه ولكن هذي جيهة حكومية فاكيد انهم مثبتين كل شي نشوي الى الدكتور يقفل المكالمة ويقول سمعت يا سعود خالد خويك هذا اللي مسويه بس تقول لحد اذا قدرت تساعدهم في مكان خالد ترى الموضوع هذا رح يفرق بشكل كبير وخويك انا عرف انك صدمت منه ولكن ترى في النهاية محتال والمحتال بما انه قاعد يكذب عن الناس ترى رح يكذب عليه قلت لك خلاص جزاك الله خير ويعطيك العافية يا دكتور نهار اللي يا دكتور نهار تقدر تعطيني رقمك لو فيه اي شي ضروري اتواصل معاك فيه كالبشر يا سعود سجل عندك يقول المهم يمليني الرقمة وسجل عندي في الجوال واطلع من عندهم وانا مستغرب ومستنكر قل خالد وصلت في الحالة انه يصير بالدناءة هذه بعدين يجيني واحد كذا جوه مخه يقول لي لا 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 خالد ما يوصل للمرحلة هذه اللي قاعد تقولها انت يا سعود خالد مبكذا يا خالد كويس المهم صارت الافكار الايجابية تتصادم على الافكار السلبية وقلت يا اخي وين احصل خالد ذا وين اختفه وين راح ومستحيل اساعد الشرطة انهم يقبضون على خويه يقول وانا راجع وطالع من نفس الجامعة قاعد تفكر اتخالد وين ممكن يتخبى فيه وش المكان اللي بيلجأ له عشان يتخبى فيه وما احد ينتبه له وجاء على بالي يا جماعة الخير ان كان عندهم حوش مخصص للاغنام او مخصص للحلال بشكل عام يتممكننا رايح في ذاك المكان وزابن فيه فخني امر واشوف وصدق ينربع وتوجه لذاك المكان كان مكان معزول في منطقة صحراوية بعيدة على المدينة اللي انا ساكن فيها يقول والله وادخل في سيارتي اعرف ان التراب كسرها مع الحصيان ولكن ابغى اشوف خالد هذا وينه يقول لين وصلت للمكان المطلوب وانزل وامشي على رجولي واقعد ابحثي مين يسار ابغى اشوف هل خالد موجود هنا او لا وصرتها نادي بصوت عالي خالد 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 لا حياته لمن تنادي ولكن لاحظت يا جماعة الخير ان فيه سيارة جوا مدخلة ومقفل عليها بنفس الفرشة وصرتها ناظر من على جن فعرفت ان هذه السيارة هي سيارة تسواقهم وعرفت ان خالد وصل لهذه المنطقة ولكن ما ادري وين راح يقول مع البحث وانا قاعد ادور الا اشوف شخص نازل من الجبل اللي ورا الحوش حقهم يقول نازل على رجوله وناظر مبعيد اقول لي والله هذا هو خالد خالد ويشر لي كذا بيده قال لي خلك خلك باجي الموم جاني وسلمت عليه قلت خالد خالد يرحم امك وش انت مسوي وش الكلام اللي سمعته عنك قال لي اسمع يا سعود كل الكلام اللي سمعته عني تراه كلام غير حقيقي والله العظيم يا سعود انه مال يدخل ولكن يا سعود لقمت المقلب وعلي اتحمل المسئولية كيف لقمت المقلب وش صار لك قال بعلمك وش صار لي من البداية للنهاية بس انت يا سعود مصدقني او لا يقول فيه ناس كلموني قبل فترة وقالوا راح نحول لك كل شهر مبلغ 20 الف ريال ولكن اللي نبغى نستخدمه منك انك انت تطلع لنا حساب بنكي وبعد ما نطلع لنا الحساب البنكي هذا تعطينا اياه وراح اتجيك عليه فلوس ونبقىك تحول الفلوس هذه الى عملة يا سعود ماء كنت تعرفها ولا لا اللي هي عملة البتكوين بعد ما تحولها لعملة البتكوين ترسلنا الفلوس على حسابنا الخاص بنا بالمحفظة جيترى طيب يا اللي بعلم البيتكوين هذه يا سعود مشكلتها مشكلة اذا جيت ارسل ما يعرفون منه المرسل ولا منه المستقبل والفلوس هذه اللي دخلت حسابي البنكي ما دريت انهم قاعدين يصرقونها من الناس ولكن اكتشفت في الاخير بعد ما اتصل علي واحد وصار يدعي علي وقال والله العظيم ما خليك ترتاح في حياتك يقول من بعدها انا افصلت من الجامعة ولا اقدرت اكمل يقول سعود قتلى طيب تقدر الان تروح تسلم نفسك الشرطة وتقول لهم ان كنت مالك دخل وان هذه عصابة استخدمت حسابك البنكي وطلبوا منك تحولها للعملة هذه اللي انت تقولها قال يا سعود افهم راح يكذبوني تعرف ولا لا راح يقولولي ان كنت كذاب ليه لان الحوالة حوالة بيتكوين والبيتكوين ما يعرفون من اللي ارسل ومن الاستقبل يتطيب اسمه انا راح اقدم لك يد العون ولكن خلك في ذا المكان وبرجع لك بعد فترة يقول اللي خالد قال لي تاكفي يا سعود لا تخدر فيني وتعلم الشرطة مكاني وتخليهم يقبضون علي قتلى يا خالد ما تطلع مني ذا الحركات لا تشيلهم يقول سعود انا جا في بالي اني اتواصل مع الدكتور حقنا اللي اسمه نهار واكلمه واقوله الموضوع من البداية للنهاية وممكن عنده حل يقدمه لنا ويفك خالد من هذه المشكلة المهم من جمعة خير وانا طالع من عندهم الا وافتح جوالي طيت 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 واتصل يا جمعة خير على الدكتور السلام عليكم دكتور نهار كيف حالك طيب المهم انا عرفت موضوعه خالد وعرفت كل شي صار له قال لي وش الموضوع وصرت اشرح للموضوع من البداية للنهاية هل لي متأكد؟ قلت له والله العظيم متأكد قال لي اسمع بإذن الله اني اقدر اطلع من هذه المشكلة الي هو فيها ولكن خلا يجيني للبيت وانتبه الشرطة تقبض عليه لين اتأكد من الكلام اللي قاعد يقوله اذا الكلام اللي قاعد يقوله صحيح راح اوقف معاه واذا الكلام اللي قاعد يقوله كذب انا اللي راح اسلمه بنفسي للشرطة المهم بعد ما قال لي الكلام هذا الدكتور رجعت جمعت خير الخالد من جديد قلت لأ خالد أنا أكلمت لك رجال والرجال هذا الدكتور عندنا في الجامعة وقال رح يضبطك بس يبغاك تجي للبيت حقه وإذا كان كلامك صحيح رح يساعدك وإذا كلامك في لف ودوران ترى يقول رح أسلمك القسم الشرطة يقول سعود اللي شوي خالد قال لي أقسم بالله العظيم من كلامي صحيح يا سعود والله إنه ما لي دخل وأبد إذا أنت تثق في الرجال هذا ترى موضوع هذا في وجهك يا سعود إذا تثق فيه والله لأركب معاك الحين توديني له قلت له أبد أمش والله إني أثق فيه صديق جماعتي خير ويركب معاك خالد واتصل على الدكتور ومن جديد قلت له أنا جايك أنا وخالد قال لي أبد حياكم الله الحين رح يجيكم موقع بيتي على الواتساب وصديق جماعتي خير مشينا وسبحان الله ذاك اليوم ما قابلت ولا نقطة تفتيش ولا جهة أمنية في وجهي لين وصلنا يا جماعتي خير لبيت الدكتور ولكن عفوا مو بيت لين وصلنا للقصر حق الدكتور يقول بيت كبير مرة بتح لنا البوابة ودخلنا إلا يأشرنا يقول تعالوا هنا على اليسار على اليسار فيه نفس المجالس كذا البسيطة وننزل وينزل خالد وسلمت على الدكتور وعرفت على خالد قال لي خالد اسمعني إن شاء الله موضوعك محلول إذا كنت صادق ولكن إذا كنت كذاب ترى أنا قلت لك أنا راح أسلمك بنفسي للشرطة إلا خالد يقول للدكتور والله يا دكتور إني صادق قال لي طيب تمام تعالي يقول دخلنا غرفة فيها أجهزة وفيها مكتب وفيها يعني زي المكتب الخاص المخصص له وفيها جمعة الخير اللوح هذا حق الأدلة اللي تلزق عليه جلسنا قال افتح الكمبيوتر ورني الموقع اللي حولت فيه العمى الإلكترونية المهم صدق ويفتح لنا خالد الموقع المخصص لتحويل العمى الإلكترونية خاصة البتكوين هذي وصدق تأكد يا جمعة خير الدكتور نهار إن خالد ما لدخل وإنه كان شخص قاعدين يستغلونا ناس من برة ولكن منهم الناس هذولي ما ندري لحد الآن شوي الدكتور قال اسمع يا خالد أنت الآن موضوعك راح يكون منقسم على أمرين إذا كانوا الناس المحتلين هذولي خارج المنطقة أو بالتحديد خارج الدولة راك بتاكلها سجن ولكن إذا كانوا جو الدولة يمديني أضبطك بكذا شغلة وخليك تعيش يعني يومك مع أهلك لين تيجي لحظة الحكم إلا خالد قال له خلاص زين شوي جمعت الخير وإحنا جالسين إلا ينطق الباب حق نفس المجلس والصدمة يا جماعة الخير بعد ما أنفتح الباب صار الضابط اللي كان يسولف معاي في قسم الشرطة ناظر فيني وقفل الباب أول ما شافه خالد قام على طول يبغى ينحاش قال للضابط أجل سجلس كلمني الدكتور وقال لي كل شيء صاير لك وبإذن الله أننا راح نقدر نساعد بعدين قال ترى السبب اللي ما يخليني أقبض عليك ترى عشان المحقق نهار قال خلوا الولد عندي وأنا بعرف كيف أتعامل معاه المم يا جماعة الخير جلسنا وكان الضابط قاعد معنا فقالنا الأشياء اللي راح نشتغل عليها الآن أشياء غير قانونية مفروض تكون جهة عملي عندها دراية بهذا الموضوع وبرضو مفروض يا خالد ترى أني ألقي القبض عليك الآن ولكن عشان المحقق نهار ما راح أسوي لك أي شيء يقول سعود أول ما سمعت الضابط يقول الكلام هذا الخالد لا أخفيكم استنست قلت الحمد لله أنهم راح حلون المشكلة حقة خالد شوية المحقق وإحنا جالسين قال سعود امش معي قلت لوين قال لي امش معي أبغاك تروح معي البنك أنا استغربت من قرار الدكتور أو المحقق قلت لوين راح يروح وش يبغى بالبنك بالضبط قلمه مخث البوك المخصص الخالد بالكامل فيه بطاقاته وهوياته وفيه كل شيء وركبنا يا جماعة الخير وطلعنا على طول مباشرة للبنك قبل ما نوصل للبنك قال لي المحقق نهار اسمع يا سعود بدخل الحين على مدير البنك وبفاهمه كل شيء وبشرح للموضوع اللي صار لخويك خالد نبغى نعرف من الأشخاص اللي كانوا يحولون الخالد قبل فترة وبنتأكد منهم كلهم قلت له خلاص زين صدق إجماعة الخير وندخل للبنك ونرقى لين فوق لين عند المدير السلام عليكم عليكم السلام في البداية المدير حق البنك ما يعرف المحقق نهار تعرف عن نفسه المحقق نهار وقال له معاك المحقق نهار جايك أبغى استفسر من مواضيع مخصصة لأحد العملاء اللي عندك كان لموظف البنك أنا ما أقدر أعطيك أي معلومات اللي لما تكون معاك ورقة أنك تزاول هذا العمل أو معاك ما يثبت أنك أنت مخول أني أنا أقدر أعرض لك معلومات العميل وصدق ويطلع المحقق نهار جواله واتصل على طول على الضابط قال بالله طلع لي ورقة المخصصة أني أنا أزاول العمل داخل البنك وصدق الضابط خلصوا الورقة هذه وارسلها له ووراه المدير حق البنك قال الآن أقدر أوريكم كل شيء شوية جماعة خير للمحقق نهار يسحب لك إذا ورقة كبيرة ويجيب قلم ويبغي يسجل أسماء الناس اللي أرسلوا الحوالات هذه لحساب خوينة خالد ونطلع أول عميل ويطلع لنا باسم يا جماعة الخير أحمد أحمد هو الشخص الأخير اللي حول حواله من حسابه إلى حساب خالد خوينة وننزل تحت للشخص الثاني طلع لنا سعد ويسجل معلوماته ويسجل اسمه ويطلع رقم التليفون المخصص لهم ويشوف الثالث يا جماعة الخير إلا طلع من جديد أحمد والرابع سعد والخامس أحمد بعد أحمد بعد سعد بعد أحمد لاحظوا المحقق يا جماعة الخير إن الحوالات البنكية اللي قاعدة توصل خوينة خالد من شخصين بس ولكن الغريب منه الشخص اللي يتصل على خالد قبل فترة قال له والله ما خليك وصار يهدد فيه خالد هذا الشخص مين هو أحمد ولا سعد شوية جماعة الخير المحقق قاطع فكاري قال امشي سعود مشينا واطلع يا جماعة الخير أنه المحقق ونركب السيارة قال لي المحقق اسمه أنا عرفت الشي السالفة وترى خويك خالد محظوظ وبإذن الله أني أقدر أطلع من هذه المشكلة قال له كيف؟ قال شفته أحمد وسعد اللي توطرع علنا في الكشوفات ترى حتى أهم مستغلينهم ولا يدرون أنهم مستغلين أتوقع أن هذا اللي قاعد يدير الشيء هذا شبكة كبيرة أو منظمة كبيرة قدرت توظف ناس داخل دولتنا عشان يستخدمونهم في الحوالات بين بعض كثرة تمرير الحوالات رح يخفي هويتهم ورح يخلون هذولي يصدمون في بعض وتصير القضايا قائمة بين هذولي وبين هذولي فأكيد أن الثنين الأول اللي هم أحمد وسعد وهم اللي يسلموا معلومات خالد خويك للناس اللي كانوا يحولون لهم قبل فقاله إحنا ما لندخل إحنا وسطاء صاحب التجارة هذي كلها شخص اسمه خالد وفي الأخير خالد هو اللي صار في وجه المدفع عشان كذا لقم كل القضايا اللي قاعدة تصير عليه ولكن بإذن الله أني أقدر أطلع خويك خالد ورجع الموضوع على الثنين هذولي الفترة كذا بسيطة بس أبو ثلاثة سبيع اللي ننطلع من الشخص الأساسي اللي يسوي المؤامرات هذي كلها وبعدها رح نثبت التهمة على خالد خويك وفي وقتها نكون إحنا طلعنا الناس الأساسيين اللي قاعدين يسوون الشغلات هذي كلها المهم رجعنا جماعة الخير للقصر المخصص للمحقق هذا دخلنا إلا حصلنا خالد كذا منستة على جنبه نايم والمحقق ماه موجود دخلنا صحينا خالد وقلنا للسالفة اللي قاعدة تصير وصدق يا ربع المحقق تحقق من خالد قال له وش الرقم اللي يتصل عليك قبل فترة وكان يهددك وطلع يا جماعة الخير اللي هو أحمد رفع جواله المحقق واتصل على واحد ما أدري منه ولكن واضح الشخص هذاك إنه كان مسؤول في نفس الدولة السلام عليكم كيف حالك طيب إن شاء الله الموضوع اللي صار كذا 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 أبغاك تجهزني ناس مخصصين للتعقب عندنا شغلة نبغى نحلها إلا الرجال هذاك رد له وقال أبت تعال لنا المركز بإذن الله رح نحل لك كل شيء ألمم خذاني المحقق من جديد وخلى خالد في البيت قال لا لا تطلع ولا تتحرك وخلك في بيتي نرى لو طلعت وصادوك رح يخلوني أنا يا المحقق نهار متلبس في هذه القضية وصدق يا جماعة الخير ونروح لأحد المراكز كذا اللي مخصصة للدولة دخلنا ودخلنا القسم المخصص الجرام الإلكترونية إلا في حوالي أربع أشخاص وكنت أنا مع المحقق نهار جلسنا على أحد الطاولات اللي موجودة عندهم وقال لهم المحقق نهار إن في عصابة قاعدة تستهدف الناس الموجودين وإنها قاعدة توظف ناس وتعطيهم رواتب شهرية وتستخدم حساباتهم البنكية ولكن ما يدرون أن هذه الأشياء كلها رح تدخلهم السجن إلا في أحد الناس الموجودين قال إيه عرفنا السالفة كاملة السالفة هذه معروفة في أغلب الدول ولكن نبغى نوصل الحرفيا للإنت بوينت أو النقطة النهائية يعني من الشخص اللي يأخذ الفلوس هذه ويحولها البيتكوين ويرسلها لهم إلا المحقق نهار قال أعرف الشخص هذا وعندي الحساب حقه ولو متأكد تعرفه قال إيه نعم أعرفه قال وينه؟ قال إنه موجود عندي في البيت ولكن أبغى حل القضية هذه لأنه ما يدريش قاعد يصير له قالوا لنا أسمعه نبغاكم تسلمونا الحساب المخصص للبيتكوين اللي كان يرسلهم المعلومات وإحنا بطريقتنا رح نقدر نتبع الحوالات طبعا خلوني أعلمكم نظام البيتكوين وكيف أسلوب تشفيره يا جماعة الخير أسلوب تحويل العملة هذه يا جماعة الخير لو أنا أبغى أحول شخص ثاني يعطيني كود مكون ممكن من 16 و 17 رقم والكود هذا أدخله عندي وحط المبلغ اللي أحوله وأسوي إرسال ويوصل للشخص الثاني بعد ما توصل المعلومات هذه على طول الكود هذا يتغير عشان كذا كانوا يقولون أن البيتكوين أسلوب التشفير فيه معقد لأبعد درجة وصعب التعقب إلا في لحظتها يا جماعة الخير ألمهم يا جماعة الخير قالوا لنا خلاص وإحنا الآن راح نسلمكم جهاز ولكن الجهاز هذا يحتاج يوم أو يومين عشان ضبطه ونعد فيه كل البرامج اللي داخله راح نسلمكم جهاز الجهاز هذا مراقب من إله وأي بيانات قاعدة تطلع منه راح تكون عندنا إحنا هنا قالهم المحقق نهار تمام وبرضو قالوا خل خالد يستمر في عمله لين لحظة تحويل حوالي الأخيرة ولا يخليهم يشكوهم فيه نهائيا قالهم المحقق نهار أبد ما عندكم مشكلة وصدق يا جماعة الخير مرة الأيام بعد يومين إلا المحقق نهار جاب جهاز لابتوب وعطاه خالد قال خالد حول حوالاتك من هذا الجهاز لأن الجهاز هذا مراقب ورح يعرفون أهم قاعدين يرسلون هذه الحوالات المين قال لهم زين المهم خالد يا جماعة الخير مشى أموره كأن الموضوع ما في شيء طبعا خالد كيف كان يوصل راتبة يا جماعة الخير يقولوا إلا خلاص أنت حولنا المبلغ وخصم منه العشرين ألف حقتك فكذا أنت تكون خط راتبك وإحنا جت الفلوس حقتنا ألموا يا جماعة الخير جاء اليوم الموعود إلي خالد أرسلنا هذاك الشخص عن طريق التليجرام حولنا الحوالة حقتنا اللي وصلت لك وصدق يا ربع جاء خالد يحول من الكمبيوتر المخصص للجهة الحكومية هذه يقول ودخل الكود طاق 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 وإنتر إلا الحوالة واصلتهم وأنا أصلا ما أدري وش قاعد يصير بالضبط يقول سعود فجأة إلا دخل علينا المحقق نهار قال حولت الحوالة صح قال خالد إيه قال زين خلاص أرسلوا الرسالة أنهم قاعدين يتعقبون الحوالة والحوالة هذه راح تحتاج 20 دقيقة عشان توصل للشخص الثاني وبإذن الله أمورك تمام وصدق يا جماعة خير صارت الجهات الحكومية تراقب هذول المجرمين اللي قاعدين يستغلون الناس داخل الدولة اللي إحنا فيها ألمهم في العشرين دقيقة هذه أو الثلاثين دقيقة قدروا يحددون الدولة اللي وصلت لها العملة وكانت هذه الدولة دولة ماهي من الدول اللي موجودة عندنا ولكن حددوا معلوماتهم بالضبط والشي المحفظة اللي استلمت هذه الحوالات هنا القضيةية جماعة الخير إذا طلعت من دولة لدولة تتحول للأنتربول وشي يو ساما الأنتربول؟ هذه الجماعة الخير شرطة دولية تكون إيهي الشرطة اللي متصلة بين الدولة الأولى والدولة الثانية لو فيها جريمة موجودة في الدولة الثانية الشرطة هذه نفسها هي اللي تروح لين الدولة الثانية هذه وتجيب المجرب من الدولة الثانية وتعرضها للقضاء لحظات يا جماعة الخير طاق 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 اللقبضوا على هذه العصابة الكبيرة اللي قاعدة تستخل الناس الموجودين هنا بسبب عدم وعيهم في الأمور هذه المهم هنا المحقق نهار قال لخالد سلم نفسك يا خالد للجهات الحكومية وخلاص أوراقك بخصوص القضية تراها حلت ولكن لازم تأخذ جزائك العام هذا أنت ما أخذه ما أخذه صديقة جماعة خير خالد وسلم نفسه وقرروا عليه بسجن مدة معينة ومن هنا يقول سعود بديت أحب مجال التحقيق وجاء فيني الشغف أني أنا أتعلم هذا المجال الآن قبل بكرة والحمد لله ان ربي كتب لي التخصص هذا اللي أنا أبغاه عشان أستمر في الشي اللي أنا حبيته في الفترة الأخيرة وسبحان الله بعض الأشياء ما تدري ربي وش كاتبلك فيها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يقول سعود استمرت في هذا المجال وصرت أدرس وصرت أتعلم يميني وسار يقول المهم كملت دراستي خارج دولتي وكملتها بالتحديد في أمريكا وخدت جماعة الخير الماستر يتكلم عن التحقيق الجنائي أو الأدلة الجنائية وما وقفت دراستي من ذيك الأيام وبعد ما خلصت دراستي هناك يا جماعة الخير في رخصة يسمونها رخصة التحقيق موجودة في أمريكا لو تأخذها رح تفرق معاك بشكل كبير يقول وقررت أدرس هذه الرخصة والحمد لله أني قدرت آخذه ومارست العمل هناك في أمريكا ما يقارب ست سنوات يقول سعود من الموقف اللي صار لي مع خالد من أول محلين الجريمة إلى يا جماعة الخير الأربع سنوات اللي قضيتها وأنا قاعد أمارس علوم التحقيق مرت عشر سنوات يعني عمر كبير مرة وسبحان الله عجبني هذا المجال من اللحظة اللي صارت لي فيها مشكلة من هنا يا جماعة الخير حاب أقول لكم أن القصة هذه يمكن في يوم الأيام تشوفها في أحد الأفلام وأسمعه واش صار يقول سعود رجعت لدولتي وأنا معاي خبرات كبيرة أملك خبرات حرفية من كل مكان تعلمت كل شيء وجربت على أرض الواقع ومعت صرت يا جماعة الخير محقق هاوي لا صرت محقق محترف بشكل غير طبيعي ولكن يا جماعة الخير كانت عندي مشكلة إني ما أحب أتعاون مع أحد ولا أحب أجلس مع أحد وأحب كل شيء أنا أكون معتمد عليه بنفسي يقولوا الشيء هذا اللي أسويه فيه مصلحة لي ومصلحة للناس اللي معاي لدرجة إني ما أكون علاقات نهائيا طيب واش السبب يا أسامة ليخلي سعود ما يكون علاقات يقولوا سعود يا جماعة الخير كل ما كونت علاقة مع شخص صرت أراب تحليل جنائي وأسلوب جنائي وصرت أحل الوقفته وشخصيته وأدري متى يكذب عليه وأدري متى يكون معاي صادق يقول في الشيء هذا خلاني حرفيا أصير مهووس أو مسوس بعض الأحيان يقولوا الشيء هذا حرفيا سبب لي مشاكل في علاقاتي بسبب هوس الزايد في التحقيق والتحليل المم يا جماعة الخير رجعت للدولة حقتي بعد يا جماعة الخير ما قطعت مشوار طويل خارج البلاد رجعت لدولتي وسلمت على أمي وعلى أبوي ومريت أخوياي اللي أنا أعرفهم وبرضو مريت خالدي يا جماعة الخير وسلمت عليه وكان هدفي بس أبغى أشوف أحوالها كيف صارت وين وصل وين راح وصدق راح تأكد من خالد والحمد لله صارت أمورة زينة طلعت من عنده ذاك اليوم وجاء في بالي يا جماعة الخير اللي هو أفضل دكتور مر علي في حياتي اللي هو الدكتور نهار قلت يا ولد يا سعود لي ما تمره وتسلم عليه وتعلم الأشياء اللي أنت وصلت لها الآن وتعلمه برضو أن كنت وصلت لهذه المرحلة وخدت الرخصة الدولية حق التحقيق والإنجازات اللي سويتها في حياتك يوم كنت في أمريكا يقول سعود والله وأطلع واروح لين القصر حقه اتصلت علي يا جماعة الخير ولكن جوالها كان مقفل قلت ما لي إلا أنزل وطق الباب وبإذن الله في شخص راح يفتح وممكن يكون أهو والله وانزل يا جماعة الخير وأضرب الباب عليهم رنيت الجرس يا جماعة الخير بعد دقيقتين كذا اللجأ الشخص المسؤول عن نظافة القصر بالكامل وافتح لي الباب وقال لي نعم واش تبغى قلت له الدكتور نهار موجود قال لي أن تبحث عن الدكتور نهار الدكتور نهار مات من زمان قلت يا ولد وش لوم مات وكيف مات قال له ما يقارب الآن سنتين ميت قلت له طيبة الحين هل في أحد من عيال الدكتور نهار هنا موجود في القصر قال لي عنده ولد اسمه يوسف ويوسف هذا أكبر عيال الدكتور نهار قلت له خلاص نادى لي أبغى عزيه بس وأمشي قال لي طلع جوال العامل ويتصل عليه قال يوسف تعال في شخص يبغاك عند الباب ويطلح لي يا جماعة الخير الولد هذا اللي اسمه يوسف ولده بعمر الاربع وعشرين أو الثلاث وعشرين سنة مرحبا يوسف كيف حالك طيب يوسف أنا أحد طلاب أبوك الله يغفر له ويرحمه برضو أحد زملائه اللي قد عملت معاه زمان وبرضو أبوك ما قصر معاي يوم الأيام جيت في مأزق والحمد لله إنه قدر يطلعني من هذه الشغلة طبعا سعود يقول أنا قاعد أقول الكلام هذا أقصد فيه خالد وإن الدكتور نهار وقف معاي إلا يوسف يقول لي الله يجزاك خير إيه أعرفك زين أنت سعود يقول أنت تعرفني قال إيه أعرفك ما تتذكرني قبل أو ممكن أنت ما انتبهت لي قبل أنت كنت تجي القصر عندنا أنت وأبوي ومعكم واحد ثالث ما أدري منهم كان أبوي يقول هذا سعود رجال محترم وشخص كويس كان يمدحك عند أمي وإخواني في البيت يقول الدكتور نهار كان يمدحني عندكم شوي إلى يوسف يقول لي أدري أنك مستغرب صح يقول إيه والله العظيم أني مستغرب قال أبوي كان يعرف الشخص الذكي والغبي من أول نظرة وكان يعرف الشخص الطيب والأنه تسيئ برضه من أول نظرة كان أبوي يقول إن سعود شخص طيب وذكي وإني أنا أثق دائما في راية أبوي الله يغفر له ويرحمه جيتنا إلا بسأل كيوسف أبوك وش سبب وفاته يعني جيتنا يعني هل في أمراض أبوك الله يغفر له ويرحمه أو شيء أو يعاني من أمراض مزمنة من زمان قال أبوي ما كان يعاني إلا من مرض السكري والدرجة إن مرض السكري عنده عالي مرة يستخدم الأبر هذه حقة الأنسلين في جسمه جيتنا الله يغفر له ويرحمه قلتنا طيب يعني وش سبب وفاته بالضبط قال والله سبب وفاته ما أدري لحد الآن ولكن يقولون إنه مات سكتة قلبية يوم قال لي سكتة قلبية جماعة الخير سكت شوي وأنا قاعد ناظر فيه قلت يعني مرض السكري يعني من الاستحالة إنه يجيب يعني سكتات قلبية جيتنا ولكن أمر ربي إنه مات شوي قلت ليوسف الله يغفر لأبوك ويرحمه المهم سألت يوسف وقلت ليوسف أبوك وين توفى فيه بالضبط وين المنطقة اللي مات فيها قال أبوي مات في المطبخ قلت أبوك مات في المطبخ شلون قال والله دخلت عليه ذاك اليوم أحصل أطايع على الأرض وكان قدامه فطور وقاعد يفطر استغربت أنا فاتصلت على الإسعاف وجو الإسعاف وخذوه وودوه يا جماعة الخير لين المستشفى يوم الدول المستشفى قالوا إن أبوك مات بسكتة قلبية يقول سعود أول ما سمعت الكلام هذا جيت لدقيقة الموضوع هذا فيه احتمال إنه فيه جريمة صارت وطبع الكلام هذا كله قاعد أفكر فيه في مخي ما قلت ليوسف عشان ما أخوفه قلت ليوسف ما عليش عمره الوالد كم قال عمره الوالد يعني في الاربعة وستين ثلاث وستين جيت له تمام تقدر توديني لين المطبخ اللي مات فيه أبوك يا ليه أقدر أوديك أصلا البيت فاضي ما في إلا أنا جالس هنا في البيت قلت لي زين زين أجل ودني لين المطبخ يقول سعود مشيت في هذا القصر الكبير حرفيا قصر جميل لأبعد درجة والأفضل منه برضو داخلية البيت يقول دخلت لين وصلت المطبخ قلت لي وين المكان اللي حصلت أبوك فيه ميت ناظرت تابعتي مين تابعتي شاري جماعة الخير لاحظت إن الموضوع عادي وما في شي حرفيا يثير الفضول قلت لكيض من تقليل المستشفى إنه مسجل وإنه مات بسكتة قلبية شي طبيعي قلت لي خلاص ألا يعطيك العافية أنا كنت شاك بشي قلت لو لكن خلاص أتوقع تقرير المستشفى كافي والله يغفر للدكتور نهار ويرحمه الموم يا جماعة الخير يقول سعود طلعت من بيت الدكتور نهار واتجهت البيتني عشان أريح وأغير ملابسي والله وانتظرت لين جت يا جماعة الخير صلاة العصر وأقوم وأصلي وأركب سيارتي فقلت راح أروح لبعض الكافيات أغير فيها جو أشرب ليشاهي أو قهوة وباتصل برضو على خالد يجيني هناك وصدق يربع وروح هناك وأجلس واتصل على خالد عشان يجيني الموم يا جماعة الخير جاني خالد داخل الكافي هذا وصرت أسولف له وأقول له شفت الدكتور اللي قبل ساعد كيام الجريمة اللي قبل تدري أنه مات أو لا فأنصدم خالد من الخبر هذا اللي قلت له ياللي متأكد أنه مات وشلوم مات وش صار يتلى يقولون أن السلوب وفاته كان سببها سكتة قلبية ولكن والله العظيم قلبي ما ارتاح فأنا يا خالد أنتظر بس يكلموني جهة العمل حقتي اللي خلتني الحكومة أروح أبتعذ عشانها ولكن ما أدري لحد الآن وش راح يصير معاي وإن شاء الله تزين هذه الأمور لو شغلوني في قسم التحقيقات بإذن الله راح أقدر أفتح سجلات القضية من جديد وأعرف ويصار للدكتور نهار وهل وفاته كانت وفاة طبيعية أو في أحد حرفيا قتالها الموم يا جماعة الخير خلصت جمعتي مع أخويي خالد تقهوينه وتعشينه وسوينا كل شيء وكل واحد راح لبيتها ومرت الأيام بعد ما مري جماعة الخير ما يقارب أسبوعين بالضبط إلا يجيني اتصال ذاك اليوم على الساعة 9 الصبح الرقم واضح إنه رقم تليفون يعني ماهو رقم جوال الممارد على الاتصال لوحد يكلمني سلام عليكم الأستاذ سعود كيف حالك طيب إن شاء الله قلت له والله الحمد لله بخير من معي قال أنا متصل عليك بخصوص مقابلة لوظيفتك القادمة أبغاك تجي نبغى نقعد معاكن وتناقش بعض الأمور قبل ما تمسك مكانك متى تشوفوا الوقت المناسب اللي تقدر تجينا فيه قلت لهم خلاص خلوها بكرة بإذن الله على نفس هذا الوقت أنا راح أكون موجود عند المركز حقكم وصدق يا جماعة الخير في اليوم الثاني توجهت للمركز بخصوص الاتصال اللي جاني وأدخل عليهم سلام عليكم عليكم السلام معكم سعود أنتو أمس تواصلتوا معاي بخصوص الوظيفة المخصصة لي عندكم قالوا إيه تفضل قدام ودوني لين رئيس القسم حقهم قال لي اسمع يا سعود أنا أعرف أن الدولة طلعتك تدرس بره واستثمروا فيك مبالغ بس عشان يستفيدون من عقلية كل جميلة داخل دولتنا سعود المركز اللي أنت فيه الآن راح تكون تحت التدريب لمدة ستة شهور عشان تعرف الوضع داخل الدوام وتعرف وش دورك داخل العمل هذا القسم اللي أنت فيه قسم مخصص بالمحققين والأدلة الجنائية داخل دولتنا وفيه أقزام كثيرة داخل المركز هذا والموم صار يعدد لي يا جماعة الخير بعض الأقزام لين وصل القسم وهذا القسم اللي أنا أبغاه اللي هو يا جماعة الخير قسم الإرشيف يعني فيه كل الجرائم السابقة اللي صارت راح تكون داخل المكتب هذا وكنت أقول في نفسي جاء الوقت اللي أكشف فيه الخفايا لمقتل الدكتور نهار صدق يا جماعة الخير وروني المكتب حقي والمكان اللي أنا راح أشتغل فيه اللي الرجال اللي قدامي يا جماعة الخير يقاطعني ويقول لي أنت راح تشتغل وراح يكون معاك أربع محققين وراح يكون رئيسكم كبير المحققين اللي راح يكون موجود في المركز هذا ووهو اللي راح ينظمكم يعلمكم شغلكم بالضبط اسمع يا سعود مكتبك موجود في الدور الثالث مكتب رقم أربع وفالك التوفيق وصدق يا جماعة خير واطلع وروح لين الدور الثالث إلى مكتب رقم أربع وحصل فيه جماعة خير ثلاثة أشخاص جالسين وأنا رابعهم صرت أعرفهم على نفسي قلت أنا سعود درست ماستر في العلم الجنائي وبرضو قلت لهم أني أنا أخذت رقصة المحققين الدولية اللي موجودة في أمريكا مرحبا حياك الله يا سعود حياك يجلس تفضل وصرنا لسولف وكل واحد يعلمني باسمه والأشياء اللي موجودة عنده من الشهادات وكنت أسأل عن رئيسي قالوا الرئيسنا في إجازة إجازة راح تقعد عشر أيام و11 يوم بإذن الله راح يرجع وترى يا سعود تقدر تروح الآن وترجع ب11 يوم لأن ما فيه أي شيء راح نسوي الفترة هذه ولكن إحنا مجتمعين عشان رتب بعض الأغراض اللي وصانا عليها يلتلهم زين زين ويعطيكم ألف عافية ولكن بسألكم هل أقدر أروح القسم الإرشيف اللي موجود عندنا في المركز اللي يقول لي أحد الموظفي ما سلموك البطاقة حقتك يقول لا والله ما سلموني إياها قالوا ممكن بكرة أو بعد بكرة يسلمونك البطاقة الممغنطة اللي راح تقدر تفتح فيها بواب المراكز ولكن إذا تبغى قسم الإرشيف فتحت الكياب بطاقتي ويطلع معايا جماعة الخير أحد الناس الموجودين داخل المكتب ونروح لين قسم الإرشيف ويضرب البطاقة على الباب اللطيط ويفتح الباب يا جماعة الخير ودخي جماعة الخير وحص الكمبيوتر وبرضو فيه ملفات مخصص للقضايا على يد اليسار سألت الرجال اللي يفتح لي الباب قلت له من الشخص اللي شغال هنا بالله أبغاك تناديه أبغاستفسر عن بعض القضايا الموجودة هنا اللي صدق الرجال هذا يطلع جواله وينادي شخص اسمه فهد قال له فهد تعال قال له فيه محقق جديد يبغى يسألك بعض الأسئلة ثواني معدودة يا جماعة الخير إلا فهد عند باب المكتب حق الإرشيف المهم يدخل قلت له أهلا فهد معاك المحقق صعود وصرت يا جماعة الخير أعرفه عن نفسي لأنه أول مرة يشوفني في القسم حقه قلت له اسمع يا فهد أبغا أسألك عن قضية هل تقدر تطلع لي الأدلة حقتها قال لي اسمع أي قضية في راسك أي قضية مرت عليك في حياتك موجودة في المنطقة اللي إحنا فيها الآن بضغطة زر أطلع لك سجل القضية كاملة قلت له طيب هل يحتاج تصريح أني أنا أبحث في هذه القضية وأبحث في السجلات قال ما يحتاج أي شيء من تبغى من تبغى وأعطيه جماعة الخير اسم الدكتور نهار إلا يا جماعة الخير انتر قال تحصلها في الرف رقم ثلاثة في العمود A رقم الملف 360 واطلع يا جماعة الخير لين وصلت للمكان المحدد اللي حدده لي فهد وأبحث 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 إلا هو أحصل ملف الدكتور نهار واصحبه وأفتحه من جديد وناظر يا جماعة الخير ملف القضية ما فيه أي شيء مثير ولا فيه أي شيء يثير الشكه يا جماعة الخير قلمهم قفلت الملف وحطيته من جديد وطلعت يا جماعة الخير وروحت سلمت على المحققين اللي يشتغلوهم معي وطلعت من الدوام حقيقت رح أرجع لهم بعد عشر أيام بإذن الله ثلو يا جماعة الخير طلعت من عنده مركبة سيارتي ومسكت الطريق المتوجه لبيتنا طبعا جماعة الخير تعرفون الشخص إذا كان يسوق السيارة وما حد جنبه نهائيا تبدأ مرحلة العصف الذهني والتفكير ينسى العالم اللي قاعد يمشي فيه هذا الشيء اللي صار مع سعود يقول سعود صرت أفكر أقول هل من الممكن دكتور نهار مات كذا؟ ولكن اللي يخليني أشك في هذا الموضوع يا أخي الدكتور نهار له تعاملات مع الحكومة من الممكن فيه شخص تسبب بوفاته أول شيء أبغى أبغى أعرف من آخر شخص تواصل مع الدكتور نهار وش كان اتصاله وش كان الموضوع بالضبط قلت الحل الأنسب أني أطلع للجامعة وأسأل الدكاترة اللي كانوا يشتغلون معاه وصدق وأغير طريقي يا جماعة الخير وأتوجه للجامعة ولبك سيارتي عند الجامعة كأني طالب وأنزل وأدخل مبنى المخصص للجامعة على طول مباشرة رحت الرئيس القسم اللي مخصص لقسم القانون حقنا السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ طيب؟ معاك طالب سابق كان موجود هنا والآن أنا أحد المحققين الموجود في منطقتنا جاية حقك في موضوع يخص الدكتور نهار اللي مات قبل سنتين فأول ما قلت كده جماعة الخير رئيس القسم نفسه تغير وجهها قال لي تراك قاعد تنبش بأشياء قديمة تنبيش القبور أحذر منا يا ولدي قلت له لو سمح العمل اللي قاعد أسويه قانوني أتمنى منك أني كنت تتماشى معي وتساعدني قال لي خلاص جب لي الرقب موافقة أني كنت تمارس عملية تحقيق في هذه القضية قلت له يا ابن الحلال أنا شغال في قسم التحقيقات ما لا داعي أجيب لك الرقب وعود أرجع لك قال لي طيب وين بطاقة العمل حقت قلت له الحد الآن ما عطوني إياها قال طيب جب لي خطاب من دوامك يقول صار رئيس القسم هذا المخصص الجامعة صار يستقعد لي ولا يبغاني أفتح هذا الموضوع حق الدكتور نهار فقلت له زين زين المصدق يجمعه الخير وأطلع وأروح الدوامي وأجيب خطاب من عند أخوياي سوولي كذا خطاب على السريع وفيه اسمي وفيه كل شي يخصني وعود أرجع للجامعة وحط الخطاب هذا في عينه قلت له هذا الخطاب قال خلاص الآن أسمح لك أنك تحقق الموضوع عطني وش عندك قلت له أبغى أعرف من زملاء الدكتور نهار من أكثر ناس مقربين له قال اسمع أنا والله ما أدري من الناس المقربين له بالضبط ولكن رح أسأل الدكتور اسمه هادي هو خوي الدكتور نهار بشكل كبير رح تواصل معه وممكن يفيدك قلت له وين أحصل الدكتور هادي قالت حصل الله يسلمك في غرفة الدكاترة الآن والوقت اللي جاي فيه أنت الآن ترى وقت بريك الحق عليه قبل ما يدخل محاضرته الثانية يقول سعود وأنطلق لين الدكتور هادي هذا وابحث عنه صدق اللي أحصله داخل الغرفة المخصصة لانتظار الدكاترة السلام عليكم دكتور هادي كيف حالك طيب أستأذنك أبغى دقيقة من وقتك قال لي أهلا وسهلا من معاي قلت لأنا المحاقق سعود كنت أحد الطلاب الموجودين هنا قال مرحبا ايه عرفتك عرفتك وما حلفني الحظ أني أنا حرفيا ندرسك ولكن كان يمدحك الدكتور نهار وكان يقول أنك طالب متميز وتخرجت من عندهم بامتياز قلت لأ الله يغفر له ويرحمه أنا جايك أصلا بخصوص الدكتور نهار وعندي موضوعي خصة لهو بخصوص موته هل تعرف من الناس المقربين له ويعرفون كل شيء عنه قال اسمه أنا الدكتور هادي أعرف كل شيء عنه وأعرف الناس المقربين له ولكن أنت وش تبغى توصله بالضبط قلت لأ أنا اللي أبغى أوصله أني أفتح سجلات القضية من جديد قال لي طيب اسمه بما أنك بتفتح سجلات القضية من جديد بذكر لك أسماء طلاب وحاول تتواصل معهم إذا قدرت تجيبهم للمبنى حق الجامعة هم أكثر الأشخاص اللي يعرفون الدكتور نهار بشكل كبير وكانوا يقضون الوقت معاه بعد المحاضرة بشكل مستمر قلت لأي تكفى عطني أسماءهم وصدق يا جماعة الخير وعطاني أسماء الطلاب وروح فوق يا جماعة الخير لقسم القبول والتسجيل ودخل أسماء الطلاب وطلع أسماءهم من الإرشيف مع أرقامهم وصاروا عددهم يا جماعة الخير اثنين المموصل عليهم وسلم عليهم كيف حالكم طيبين أنا طالب سابق قد درست معكم والآن أنا محقق وقاعد أحقق قضية الدكتور نهار وعرفت أنكم أكثر الناس اللي كنتوا تتواصلون مع الدكتور نهار قبل موتها قالوا لي إي نعم قلت خلاص أحتاجكم أنكم تجوني عندي في الجامعة قالوا أي جامعة قلت نفس الجامعة اللي درستوا فيها تعالوا لين الدور الرابع في غرفة استراحة الدكاتر تقدرون تجون الآن؟ في واحد منهم قال أحتاج نصف ساعة والثاني قال أحتاج حوالي ساعة ألمهم يا جماعة الخير جت لهم خلاص أنا في انتظاركم ألمهم صرت أنتظرهم وأرجع يا جماعة الخير للدكتور هادي أنت الدكتور بأسأل هل الدكتور نهار له مكتب مخصص له؟ قال لي نعم له مكتب مخصص له ويأشر لي يا جماعة الخير على مكتب قال أشوف هذا المكتب مخصص للدكتور نهار ولكن ترى المكتب مقفل ومفتاحة ما ندري وينه وبحثنا عنه من زمان ولا لقينا أي شيء قال لي أنت بس كلمت الطلاب يجون قلت لأي أنا كلمتهم ولكن بأشوف حل مع الباب هذا وبرجع لي قال لي خلاص زين صدق يا جماعة الخير وأطلع لي مكتب الدكتور نهار وحاول أفتح مقفل الباب قلت خلني أنتظر الطلاب هذولي ممكن يكون عندهم مفتاح وانتظرتهم لين وصلوا وسلمت عليهم سألتهم عن المفتاح حق المكتب قلت هل هو موجود عندكم؟ قالوا لا والله من يوم ما مات الدكتور نهار والمكتب هذا تراهم قفل قلت خلاص زين أبغى الآن يجيب لنا الشخص هذا اللي يقصر البيبان وغير الأقفال ونخليه يفتح لنا باب المكتب هذا إلا قال لي أحد الطلاب ولكن أتوقع أنك تحتاج إذن من مدير القسم قلت له ما عليك معاي الإذن كامل وأنا شخص شغال في مكتب التحقيقات وراح أشتغل على هذا الموضوع وانتو راح تكونون معاي قالوا لي الطلاب هذولي زين زين واللي تبغى يسعود إحنا معا والدكتور نهار والله العظيم إنه شخص غالي وعزيز علينا المم ما بغيت أفتح معهم المواضيع يا جماعة الخير الآن لما أفتح المكتب المخصص الدكتور نهار واتصلت على هذا لي فتح البيبان جاي جماعة الخير وفتح الباب حق المكتب المم بعد ما افتحها ركب لي قفل جديد وعطاني المفتاح وافتح الباب يا جماعة الخير واشغل مكيف حق المكتب واننظف الغبار اللي موجود وقلنا لهم اجلسوا وانزل للدكتور هادي واقول الموضوع إنه نحن افتحنا المكتب بعد ما تخلص محاضرتك تعال المم اجتمعت مع الطالبين هذولي وكنت أسألهم كنت أسألهم وأقول هل في أحد منكم قبل موت الدكتور نهار تواصل معه المم واحد قال لي أنا آخر مرة تواصلت مع الدكتور نهار قبل 18 يوم من وفاته والشخص الثاني قال لا أنا لي ما يقارب 4 أو 5 شهور ما تواصلت معه شوية جماعة خير قاطع كلامنا ودخل علينا الدكتور هادي مرحبا أهلا وسهلا كيف حالكم طيبين اموركم زينة جلس الدكتور هادي وصرنا نسولف وصرت أقول لأن هذا الشخص تواصل مع الدكتور نهار قبل وفاته ب18 يوم شوية للدكتور هادي قام وقفل باب عوة جلس قال اسمعوا قبل موت الدكتور نهار بثلاث أيام أنا تواصلت معه وأنا أعرف وش كان آخر موضوع وهو قاعد يبحث عنه قال ممكن لو تذكرون قبل 10 سنوات أو 9 سنوات وممكن 8 سنوات تذكرون أن الشرطة يمكنت الدور في الجامعة يقول سعود أول ما سمعت هذا الموضوع تذكرت يمكن تعتقد أن الشرطة قاعدة تبحث عن خالد جو الجامعة كتائية ذكرت وش الموضوع قال الله يسلمك أن الدكتور نهار حصل إن فيه ناس قاعدة تصرق الأدوية من الجامعة والأدوية هذه تستخدمها في مواد محظورة بعد بحث الدكتور سعود عن الموضوع اكتشف قبل سنتين إن فيه أحد المسؤولين اللي موجود في الجامعة ومن الناس الكبار كان أهل ياخذ المواد الكيميائية هذه ويبيعها فأتوقع أن هذا الشخص أو الراس الكبير اللي موجود في الجامعة انتبه لهذا الموضوع فأنا أعتقد أنه هو الشخص اللي وراء مقتل الدكتور نهار يقول سعود أول ما قالي الكلام هذا اشتغل مخي حرفياً 200 مليون درجة الاي كيو حرفياً وصل إلى 9000 اي كيو اشتغل الشخص المهووس في التحقيق وبدأت أنظر للموضوع عن الموضوع جنائي يقول سعود أنا كنت أصلاً أنتظر اللحظة بس اللي حصل فيها طرف خيط بسيط عشان أقدر أبدأ أفتح هذا الموضوع من جديد وأبحث وش اللي صاير معه المهم اللي الدكتور هذا قال نسمع قالب نبحث في مكتب الدكتور نهار هنا إذا فيه شيء خصه وفيه شيء يثبت عليه بيكون زين على زين إذا كان ما فيه أي شيء بيكون الموضوع صعب علينا يقول سعود هو قاعد يقول كلام هذا ذكرت المكتب الخاص المخصص للدكتور نهار اللي موجود داخل قصرة وزيادة على كذا أنا أعرف ولدى يوسف يعني راح أقدر أدخل لهذا المكتب وأنا مرتاح بدون ما أتقروش وبدون أي شيء ممكن يعيقني والمهم صرنا نبحث في المكتب المخصص الدكتور نهار بحثنا يمين بحثنا يسار ما حصلنا ولا شيء قلت لهم خلاص أنا بطلع وبروح للقصر المخصص الدكتور نهار وراح أدخل للمكتب الخاص له اللي شوي الدكتور قال لي تقدر تدخل قلت لقيي أنا تواصلت مع ولدى ولدى يعرفني زين ويثق فيني وراح أروح له وراح أدخل المكتب أبوه وأبحث بشكل دقيق بإذن الله أني أحصل طرف خير وصدق يا جماعة الخير اليوم الثاني توجهت القصر الدكتور نهار وروحت لين عند الباب وصار لي نفس السيناريو اللي قبل طلع لي الحارس وقلت لأبغاك تتواصل مع ولدها يوسف أبغاه يجيني الآن لحظات يا جماعة الخير اللي يوسف موجود عند الباب قال لي مرحبا سعود آمر وش بغيت قلت لأبغاك على الإنفراد تقدر تدخلني شوي جوا بيتكم قال أبد حياك الله ويأخذني يوسف يا جماعة الخير يدخلني لمجلسهم قلت لأي يوسف اسمع الموضوع هذا بيني وبيني والموضوع هذا أنا قاعد أشتغل عليه اجتهاد شخصي واتمنى أنك تساعدني في هذا الموضوع قال لي سمه آمر وش بغيت بس قل لي قلت لأ أبغا أدخل غرفة أبوك الله يغفر له ويرحمه وأبغا أتأكد من بعض الأشياء بسبب يا يوسف أني أشكن موتة أبوك موتة غير طبيعية وأن اللي صار لا أكيد فيه شخص له يد بهذا الموضوع شوية جماعة الخير لو يوسف يناظر فيني يا اللي تصدق يا الأمي كانت تقول اقتلوه الله ليوفقهم كنا دايما نقول لأمي من يلي يقتلوه وصارت تكرر هذه الكلمات بشكل متكرر لدرجة أننا اعتقدنا أن أمي جاه حالة من حالات الجنون وقال شكل الكلام أمي في محله أبد يا سعود الشي اللي تبغى أنا معاه يقول سعود ويأخذني يوسف يدخلني على مكتب أبوه ويفتح لي الباب قال تفضل ويشغل أنوار لاحظت أن المكتب نظيف وما فيه ولا ذرة خبار قلت لأ المكتب هذا في أحد دخله قبلي في أحد جاه هنا قال لي لا تخاف المكتب هذا يتنظف بشكل يومي قلت لأ هل فيه شخص قبل حاول يدخل هذا المكتب أو جاه تواصل معاك يقول أبغى بعض الأوراق عند أبوك قال لي إيه فيه واحد جاني قبل ما يقارب سنة ونصف بعد وفاة أبوي ممكن بخمسة شهور ستة شهور وقال لي أنه هو الشخص المسؤول عن قسم التحقيق وإنه أهو اسمه متعب وإنه جاي يبغى يكشف على بعض الأوراق داخل مكتب أبوي ولكن مرتحت له ولا دخلت المكتب أبوي نهائيا لأن الأشياء اللي جوه ترجع لحقوق أبوي ولكن يا سعود أنت شخص هين ما بك إغبار والشي اللي تبغاه هنا معاك يقوله سعود بعد ما سمعت الكلام هذا من يوسف أن فيه محقق وقال أنه مسؤول عن التحقيقات واسمه متعب وجاي يبحث داخل مكتب أبوه حسيت الموضوع أكبر من المعتاد قلت فأكيد إن فيه أسرار داخل هذا المكتب ما يبغون أحد يكتشفها قلما يا جماعة الخير واصير أبحث في اللوح اللي معلق على الجدار اللي كان الدكتور نهار يلزد فيه الأوراق وحط فيه خيوط الأدلة وصرت أبحث يميني سار ما حصلت ولا شيء ولكن يا جماعة الخير في زاوية هذا اللوح كان مكتوب اسم شركة كيميائية تبيع المواد الكيميائية وخدت ورقة هذي وربطت موضوع الشركة الكيميائية هذي مع كلية الكيمياء اللي موجودة داخل جامعتنا خدت يا جماعة الخير اسم الشركة وجلست على الكمبيوتر حق الدكتور نهار وادخل يا جماعة الخير أول شي دخلت عليه الإيميلات اللي موجودة على الجهاز وادخل صدق وحصل حسابه شغال وموره زينة وصرت أبحث هل الدكتور نهار قد راسل هذه الشركة أو لا مع البحث يا جماعة الخير إي نعم تبيل لي إن حصلت مراسلة بين الدكتور نهار والشركة هذه وكان الدكتور نهار يستفسر عن مادة محظورة نهائيا وممنوع انها تدخل اي دولة الا المركزين بس مراكز الجامعات او مراكز الاختبارات الحكومية كان الدكتور نهار كاتب لهم من الشخص اللي طلب منكم توفرون هذه المادة داخل الجامعة وكلام طويل مرة المهم لاحظوا سعود يا جماعة الخير انصدق فيه شخص مسؤول له يد في هذا الموضوع وانه اهو اللي طالب المواد الكيميائية هذه يقول سعود كان اسلوبه وشي يسوي يطلب المادة هذه باسم الجامعة واذا وصلت الجامعة هو ياخذها ويصير يبيح بيع شخصي يصير كذا انه حصل مادة ممنوعة باسم الجامعة حقتهم قلمهم اخذ اسم المسؤول هذا اللي حصلها داخل الجامعة افقال لازم ابحث الان عن شي يدينا اكثر واكثر سجل الدكتور نهار يقول سعود وانا قاعد ابحث ما حصلت ولا شي طبعا طاولة اللي انا قاعد فيها فيها الجماعة الخير اللي هي دروج قلت ممكن كاتب الدكتور نهار اوراق ومخليها جوة دروج هذه وصير ابحث ابحث ما حصلت ولا ورقا داخل الدروج ذي ولكن يا جماعة الخير اللي شدني انه كان فيه هاردسك مونفصل كذا تكون فيه وصلة اشبكة داخل الجهاز عرفتولي هي قطعة الهاردسك او قطعة التخزين يقول سعود خدته وشبكته اللي يا جماعة الخير والصدمة انه طلعت الادلة اللي مسجلها الدكتور نهار كلها موجود داخل هذا الهاردسك اللي تثبت ان المسؤول عنده تعاملات سواء من الشركة الام للجامعة وسواء من استخدامه الشخصي وبيعه لهذه المادة وكان موجود فيها تحويلات بنكية واسماء الاشخاص اللي كانوا يشترون هذه المادة هنا ايقن سعود ان الدكتور نهار ما مات موتها عيدية انه مات بجريمة قتل يقول سعود قلت لولده يوسف انا حصلت الشي اللي ابغاه تسمح لياخذ منه نسخة؟ قال لي خلاص زين صدق يا جماعة الخير واجيب الفلاشة حقتي واشبكها داخل الكمبيوتر واسوي نسخة الملفات الموجودة خليتها في جي بي وقلت ليوسف عطني رقم جوالك بتواصل معك باذن الله في المستقبل ويحطيني رقم جوالي يا جماعة الخير واشغل سيارتي واتصل يا جماعة الخير على الدكتور هادي الموجود في الجامعة قلت لأ اسمه ترى حصلت اشياء كثيرة داخل المكتب وحصلت اسماء اشخاص نقدر ندينهم ونقدر نسجنهم اللي الدكتور هادي قال لي اسمه خلك حذر وانت بلا احد يعرف بهذا الموضوع لانك ان تمتلك معلومات شخص مسؤول والشخص هذا مو اي شخص حرفيا لا شخص كبير عندنا في الجامعة يقول اسعود قلت لزين زين واروح اريح في بيتنا يا جماعة الخير وانتظر اليوم اللي ادوم فيه عشان اخذ الموافقة من رئيسي يسمح لي اني امارس عملية تحقيق وافتح القضية هذه من جديد يقول اسعود سلوب القضايا اذي جيت انت بغى تفتح قضية قديمة لازم يكون فيه اتفاق بين الرؤساء اللي موجودين عندك لان الموضوع يحتاج فتح قضية من جديد في معنى فتح قضية من جديد يعني فيها محاسبة للناس اللي يقصروا في عملهم السابق المهم بعد يومين وثلاثة ايام وانا جالس في بيتنا الا جاني اتصال وقالولي يرى رئيس القسم قطع ايجازك ورجع للعمل لازم تباشر اليوم الثاني ليهو بكرة فقلت لهم خلاص زين زين ولا تشيلون هم باذن الله بكرة محضر عندكم وصدق يا جماعة الخير واروح ذاك اليوم للدوام ووقف في الموقف الخاص لي وانزل وادخل العمل حقي الدور الثالث وادخل المكتب حقي الا احصل يا جماعة الخير اخوياي اذي شفتهم قبل الثلاثة ومعهم رئيس القسم وصاروا يعرفوني على رئيس القسم ولكن يا جماعة الخير الصدمة قالولي ان رئيس القسم هذا اسمه متعب اول ما قالولي اسم متعب تذكرت على طول يوسف يوم قال لان جاه شخص مسؤول عن التحقيقات اسمه متعب وجاء يبحث في السجلاتي الموجودة في المكتب سلمت عليه بعدين جلست كذا وصرت هوجس مع نفسي كذا الان متعب هل يبغى يفتح القضية من جديد ولا متعب قاعد يدور اشياء على الدكتور نهار يبغى يحذفها عشان ما يثبت في المستقبل اي شي على الناس الموجودة انا صرت محتار بين هذا الخيط وبين هذا الخير وما ادري وش اتمسك فيه ولكن دايما في علم التحقيق والقضايا لا تظن ظن الخير دايما خل ظنك سلبي عشان تكون ماشي على القضية من البداية للنهاية بدون اخطاء قلت عشان اختبر هذا كبير المحققين هذا اللي اسمه متعب بسأله سؤال او بقطره في خيط كذا واذا بين رغبته او تفاعله يعني هم رح يساعدني اما اذا بين تعارضة لي افمعناه انه شخص مرسول عشان يحذف الملفات هذه كلها مع السوليف كذا قلت لهم يا جماعة الخير انا قبل قد تدربت عن دكتور اسمه الدكتور نهار الله يعطيه العافية ما اقصر علمني اسلوب التحقيق من البداية للنهاية اول ما قلت الكلام هذا الا متعب يناظر فيني ويناظر نظراتي جماعة الخير اللي كأنه يقول لا حوله ولا قوة الا بالله وش النقمة هذي اللي طحت فيها الا شوي قال لي انت عرفت دكتور نهار قلت لي نعم اعرف الله يغفر له ويرحمه كان والله من خيرة الدكاترة قال لي الله يغفر له ويرحمه قلت لي لي هل انت قد تواصلت مع الدكتور نهار قال لا 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 ما قد تواصلت ولكن قد سمعت فيه كنت لا ممكن قد دراست انت في نفس الجامعة اللي انا ادرس فيها قال لا انا اصلا في منطقة ثانية مو في نفس المنطقة هذه بكذا يا جماعة الخير استنتجت ان متعب ما كانت نية نية خير يقول اسعود بعلمكم كيف استنتجت هذا الاستنتاج يقول لو انه يبغى نية نية خير على طول راح يبادرني بالموضوع و راح يتكلم لاني كنت قاعد امدح الدكتور نهار ولكن تبين لي النيتة نية شر بسبب انه كان يبين استكشافه في هذا الموضوع و مع العلم موتت الدكتور نهار قدام الناس موتة طبيعية مفروض انه ما يتذكرها ابدا بما انهم اهم كاتبين في السجلات انه مات بسكتة قلبية فيعني فزتها هذه ومعارضتها لي لو باسلوب او بنظرة هذا الشي يعني ان نيته كانت نية شر وانه شخص مو كويس حرفيا ولكن يا جماعة الخير انا املي عند متعب متعب هو الشخص اللي راح يعطيني الورقة اني افتح القضية من جديد لازم اصارحه وقوله كل شي ولكن يا جماعة الخير قلت لحظات الان متعب كان في اجازة وراح قطع اجازته لا يكون انا السبب لاني صرت ابحث بموضوع موت الدكتور نهار حطيت الاحتمال هذا يا جماعة الخير على جمب قلت ممكن يفيدني في المستقبل قلت وش الطريقة اللي ادخل فيها مع متعب عشان يعطيني ورقة اني افتح سجلات القضية من جديد فانتظرت يا جماعة الخير لين نهاية الدوام على نهاية الدوام خلاص هو جاب يمشي لبيتهم واطلع وراه قلت لهم عليش المحقق متعب ابغاك بموضوع بس بسيط واسحب على جمب قلت لهم محقق متعب انا ودي اشتغل بالتحقيق بخضية الدكتور نهار اول ما قلت لها كلمة هذي قال لي اسمع انسى الموضوع قلت لي انسى الموضوع قال لي اسعود انسى الموضوع قلت لها يا محقق متعب انا ما اتوقع ان الدكتور نهار مات موت عايدية وموت تأكيد لها طريقة استخدموها عشان يقتلونا داخل بيتها ولكن وش الاسلوب اللي استخدموه ما ادري شوية اللي متعب يناظر فيني قال لي اسعود انا قلت لك انسى الموضوع تفهم ولا لا قلت لها محقق متعب اسمعني ما راح اخليك تتعب انت بس اقعد محلك وانا بروح اقلب في المواضيع هذي واحللك القضية واخليها باسمك انك انت اللي حليتها قال لي اسعود والله الموضوع مو في يدي ولا في يدك انت فانا عشان كده اقول لك انسى الموضوع الان لو فتحنا هذا الموضوع من جديد كلنا راح نقصر مكانتنا الوظيفية قلت لها ليه هل في يد خفية انت خايف منها قال لي مو لازم اقول لك سعود انا حذرتك اذا تبغى حياتك تكون كويسة وما فيها مشاكل انسى الموضوع يا سعود قلت لها يصير خير طالع يا جماعة الخير اللي هو المحقق متعب وتبين لي انه متخوف من الناس انهم ممكن يلقون عليه يد التهمة وانه ممكن اوه وكان مشارك فيه مقتل الدكتور نهار قلت يمكن عشان كده كان متخوف راح البيتهم انا اركبت سيارتي يا جماعة الخير وتوجهت لبيتنا وانا يا جماعة الخير رايح بيتنا قلت من الشخص اللي ممكن يساعدني في هذه القضية ويقدم لي يد العون ويكون ظاهري في كل مكان تذكرت مباشرة يا جماعة الخير الضابط اللي كان يجي بيت الدكتور نهار قلت الضابط هذا وينه وش كان اسمه وحاول اذكر اسمه يا جماعة الخير فاتصلت على خالد قلت لها خالد قلت لها خالد تذكر ذاك الضابط اللي يلقى عليه القبر وكانت التهمة خاصة كنت تذكر اسمه المهم خالد عطاني اسمه بالكامل طبعا مكتب التحقيقات والشغل اللي انا اشتغل فيه بعيد عن مركز الشرطة يا جماعة الخير يقول واطلع لين مركز الشرطة وابحث عن هذا الضابط يمين يسار يمين يسار سألت عنه قالوا ان هذا الشخص والدول الادارة العليا وهو شغال هناك وحد دولي المكان اللي شغال فيه يا جماعة الخير وقلت ما لي الا هو اطلع له اللي راح يفيدني وصدق يا جماعة الخير رحت لين الادارة حقته ودخلت عليهم كانت فيه كده نفس النقاط التفتيش قالوا لي من انت؟ قلت لان المحقق سعود من ادارة التحقيق قالوا لي وش عندك من تبغى؟ قلت لهم ابغى شخص شغال هنا باسم الفلان الفلان الفلاني انا مبغيت اقول لهم انه ضابط لان ممكن رتبة ارتفعت عن الضابط فقالولي ثواني من فضلك ويتصلون على مكتبة تتتتتتتتت قالوا لي يكلمه يقول سلام عليكم طوي العمر فيه شخص تحت يبغاك باسم سعود الفلان الفلاني الضابط يا جماعة الخير قال لا تدخلونه وما عرفه هذا مين قفلوا خط وقالولي ما نقدر ندخل قلت لها ابغى بموضوع اتصل عليه مرة ثانية قل لي سعود صديق الدكتور نهار وراح يعرفني مباشرة يمكن نساني وصديق الجماعة الخير ويتصل عليه ويقول له ان الشخص اللي موجود تحت سعود خوية دكتور نهار جماعة الخير لا اسمع نفس الشخص هذا وحارس الامن يقول له الوه طوي العمر تسمعني قفل الخط ثواني قال والله ما رد علي بأي جواب جماعة الخير وانا قاعد اتناقش معهم اللي يجي شخص يمشي من جوه شخص لابس البدلة العسكرية ومشيته كانت هيبة قال لي الاستاذ سعود قلت رأيه نعم قال لي تفضل اللي حراس الامن ينظرون فيني كذا بكل برود الشلون هذا قدر يدخل وادخل مع هذا الشخص يا جماعة الخير لين دخلني جوه اللي جماعة الخير وقابل الضابط القديم اللي كان يشتغل مع الدكتور نهار اهلا سعود مرحبا كيف حالك طيب ها بشر وش سويته وصرت اقول لي جماعة الخير السيفية اللي سويته في حياتي كله وصرت اشرح لاني صرت محقق وصرت شغال كذا 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 قلت لي اسمع طوي العمر انا ابغى اكلمك على انفراد اذا تسمح لي وفي موضوعي خص الدكتور نهار قال لي اسمي اسعود تكلم واش بغيت قلت لي انا اكتشفت ان الدكتور نهار الله يرحمه ما مات موته بسكتة قلبية لا مات بجريمة قتل احتاج اني افتح سجلات القضية من جديد عشان اطلع من القاتل قال لي واش دراج قلت لي رحت المكتب الدكتور نهار وصرت ابحث في السجلات حقته لاحظت انه كشف اشياء مخصصة لاحد المسؤولين الموجود في كلية الكيميا وممكن هذا الشي يخول انهم يذبحون الدكتور نهار وبرضه يوم رحت سألت مدير التحقيقات اللي اسمه متعب رفض انه يفيدني وقال لي انسوا الموضوع وبرضه يوم رحت الرئيس الجامعة قال لي اولدني لا تنبش قبور الميتة والمواضيع القديم لا تبحث عنها قلت هذه الادلة والرسالات اللي قاعدين يرسلونها لي باسلوب مبطن اهي الاشياء اللي قاعدة تثبت لي ان الدكتور نهار مات موته غير طبيعية وانه ما مات بسكتة قلبية ولكن انا ابغى افتح الان سجلات القضية من يقادروا مقفلين عليه كل شيء قال لي جماعة خير الضابط خوية الدكتور نهار قال لي اسمع انت وين داوم فيه بالضبط قلت له داوم في قسم التحقيقات قال طيب جاهز الداوم عندي انقلك من هناك تجي عندي قلت له ايه جاهز وتحت امرك في الوقت اللي تبغاه قال اسمع انا على مشارف تقاعد سنتين سنتين انا متقاعد وماشي من هذا المنصب وما رح اخلي موتة الدكتور نهار تروح اباء من ثورة قال لي جماعة خير الضابط يتصحب جواله ويتصل على شخص مدري منه سلام عليكم المحقق سعود بن فلان الفلاني تجيبونا في مكتبي ويصير يعمل معاي الا هذاك مفهوم يطوي العمر تطوي يقفل قال لي سعود اعتبر نفسك عندي وانسخوا ياك القدامة من بكرة تباشر عندي العمل ينقلون اوراقك ويجاهزون لك ويجاهزون لك مكتب جنبي ونصير انا وانت نبحث في سجلات القضية واحنا مرتاحين ومروقين وبدون رقابة قلت له يا شيخ الله يعزك اسم بالله العظيم انك بتبرد قلبي انا كنت خايف اني ادخل في احد المواضيع واحصل حواجز قدامي تمنعني قال لي لا تشيلهم ودندن يا سعود الممي جماعة خير قال لي الضابط موعدنا يا سعود باذن الله بكرة ابغاك تجيني في الصباح بدري عشان نبحث على القضية ونشتغل عليها بشكل كويس يقول سعود بعدها قلت له هاي دي اجيب معاي ناس ممكن يساعدوني قال لي من تبغى تجيب قلت له فيه طالب وفيه دكتور داخل الجامعة وابغاهم يجون يشتغلون معاي قال لي خلاص زين اجل اشتغل انتوا اياهم وتعال انت بعدين وعطني وش الجديد واذا احتجت تصاريح او احتجت اي شي تواصل معاي مباشرة هذا رقمي يقول سعود طلعت ذك اليوم من المكتب حقه وتوجهت مباشرة للدكتور هادي دكتور هادي ترى راح نفتح ملف القضية من جديد وراح نشتغل عليها بشكل اكبر وافضل اذا تقدر تساعدنا بحياك الله واذا ما تقدر ابد معذور قال الدكتور هادي انا بحاول اسوي اللي اقدر عليه والشي اللي راح اقدر اساعدكم فيه باذن الله ما اقصر يقول سعود قلت لفزين وقعدت افكر بيني وبين نفسي وش طريقة اللي ممكن يقتلون فيها الدكتور نهار فهذه الحالة جمعة الخير المحقق دايما نحط مكانه مكان الضحية وش الاشياء اللي ممكن يقتلونها فيها فقلت مالي اللي اروح اليوسف واتصل عليه واروح اسأله عن اسلوب حياة ابوه وش يسوي بالضبط وصدق جمعة الخير اتصلت علي يوسف وقال لي ابا تعالي القصر وادخل عليهم جمعة الخير القصر واسلم علي يوسف وقل لي ماليش يوسف تقدر تعطيني التفصيل الدقيق الحياة ابوه كوش يسوي بشكل يومي كان يسمع يسعود ابوه يصح من النوم الساعة كذا بعدها يطلع يتمرن بعدها يروح للجامعة واذا رجع من الجامعة ياكل غداه وياخذ قيلولة بسيطة الموم صاري يشرح لي اسلوب الحياة العايدية شوي تذكرت ان ابوه مصاب حرفيا مرض سكري قلت له دقيقة ممكن ادخلوا على الدكتور نهار من هذا الباب الشي الوحيد اللي يدخل جسمه بدون ما يحس اللي هي ابرة الانسلين قلت له يوسف وين ابرة الانسلين حق ابوك قال والله كلها رميناها في الزبالة يوم قال للكلمة هذه شوي فقدت الامل ولكن قلت كيف رح يدخلون عليه عن طريق ابرة الانسلين يعني مستحيل ان الدكتور يزيد كمية الابرة وياخذ جرعة فوق المطلوب قلوني اشرع لكم يا جماعة الخير كيف ابرة الانسلين هذه نظامها والله يشفي كل شخص يعاني من مرض السكر عبارة عن ابرة فيها نفس الحساس وراء والحساس هذا تقدر تزيد فيه الجرعة اللي رح تاخذها وتقدر تنقص فيه الجرعة ولكن اذا خدت جرعة كبيرة ممكن هذا الشي يسبب في انخفاض السكر عندك ويسبب شلل عضلي لأعضاء جسمه بعدها يا جماعة الخير ممكن يموت عشان كذا هم يحددون للكميات وتاخذها على ساعات معينة قلت هل من الممكن الدكتور نهار خذ جرعة اكثر من المطلوب وكم الجرعة لياخذها بشكل يومي قلت اليوسف وش المستشفى اللي كان يراجع فيها ابوك ابغى اروح للان وصدق جماعة خير يعطيني بيانات المستشفى وانطلق المستشفى وروح اكلمهم قلت له ابغى استفسر عن مريض كان موجود هنا وابغى اعرف الكميات اللي ياخذها وابغى من الدكتور المخصص له المهم استقعدولي في موضوع من انت وليه جاي تسأل والشخص هذا اصلا قفلنا سجلاته وشخص ميت قلت له مني انا قاعد احقق في القضية وشغال عليها المهم عطيتهم ما يثبت يا جماعة الخير بعدين علموني منه الدكتور اللي كان مسؤول عن الدكتور نهار وصحته العامة وادخل عليه مرحبا وما سألك بحالك يا دكتور انا بسألك كم الجرعات اللي كنت تعطيها للدكتور نهار وهل السكر اللي فيه كان سكر خطير المهم علمني الجرعات اللي ياخذها الدكتور نهار قال انه ياخذ في اليوم ابرتين ابرة تكون على الساعة عشر الصبح وابرة تكون على الساعة عشر الليل قلت له طيب يا دكتور لو زدت الكمية او خد جرعة اكثر من المطلوب شي بسيط او لو دبلت الكمية وانا ما ادري هل من الممكن يعني انها تسبب ضرر ما اتوقع انها راح تسبب ضرر مرة عالي ولكن ممكن يدوخ وممكن ينغمي عليه قلت ممكن توصل الوفاة قال لي لا الوفاة ما راح توصلها نهائيا قلت له خلاص يعطيك العافية طلعت من عنده يا جماعة خير ولكن قاعد يدور في راسي شي يترى اذا هو ياخذ ابرة الساعة عشر الصبح فعشر الصبح راح يكون في الجامعة ويقولون ان الدكتور نهار مات في بيته وقاعد يفطر يعني اكيد انه مستخدمه طريقة ثانية غير ابرة الانسلين ممكن فيه اسلوب ثاني يستخدمه ما ادري عنه ولكن فيه شك بسيط عن الايام اللي مات فيها الدكتور نهار اتصلت على يوسف وقلت له يوسف معليش تذكر ابوك مات في اي يوم هل هو كان يوم عمل او يوم اجازة قال لي ثواني والموم صار يوسف يفكر بعدين قال لي لا 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 ابوي مات في يوم نهاية الاسبوع اول يوم من نهاية الاسبوع يعني اول يوم اجازة يوم قال لي كلام هذا جيتنا طيب تذكر موت ابوك كان الساعة كم قال والله انا دخلت المطبخ على الساعة 11 وحصلت ابوي ميت قدامي ولكن على الساعة كم بالضبط يقول مسعفين حددوا وفاته انها على 10 و20 دقيقة 10 و30 دقيقة قلت بس السر راح يكون في ابرة الانسلين اللي يستخدمها ولكن الدكتور يقول ان الجرعة الزايدة وفي حالة الدكتور نهار ما تسبب له الا ممكن اغماقات او انه هبوط بالسكر حاد بالشيء هذا حرفيا هولي قاعد يعارضني ويساعدني اقول ان الدكتور نهار اكيد دخلوله عن طريق ابرة الانسلين ولكن هل خلو يهلوس ويضرب ابرة الانسلين مرتين ما اتوقع ولكن ابرة الانسلين كيف وصلت البيت برضو يعني فيها جماعة الخير شكوك قاعدة دور ما هي سليمة يعني مستحيل احد من جوا بيتها دخل وعطاه الابرة وصار يستخدمها المهم قفلت على الموضوع ومخي معا قفل كيف الان هل من الممكن موتت الدكتور نهار كانت نوبة قلبية حقيقية صار يا جماعة الخير يجيني اليأس وصرت محبط بشكل كبير مرة المهم مرت الايام خمس ايام ستة ايام ما في اي شي يشدني اني اصير حقق في القضية اكثر واكثر صرت مستسلم ومشكش هل هو مات بنوبة قلبية او مات بفعل فاعل اذاك اليوم اللي يتصل علي يا جماعة الخير الدكتور هادي السلام عليكم كيف حالك يا سعود طيب ان شاء الله سعود بشر يا بوي وصار على قضية الدكتور نهار المهم قلت لاني رحت البيت ولدها وسألتها وحددت الموضوع رح سألت الدكتور حقه ما هتوقع بعد التحليلات ما هتوقع ان في احد دخلها عن طريق عبرة السكر لا لا فاكيدا في شي ثاني قال لي عبرة السكر قلت لقي يا دكتور وش فيها عبرة السكر وش فيك من استغرب قال اسمح اتصدق ممكن دخلوله عن طريق عبرة السكر جماعة الخير اذا قلت لكم دخلوله يعني حاولوا يوصلون عشان يقتلوله عن طريق عبرة السكر ويحاولون انهم بيينون ان مقتل مقتل سليم ولا فيه اي شي قل مهم قلت ليا دكتور هادي ليه وش السالفة قل لي قال ترى دايما الدكتور نهار يجيب عبرة السكر معان للجامعة ويحط عبرة السكر داخل الثلاجة لجو غرفته وممكن فيه شخص دخل وبدل عبرة السكر وحط له ممكن سم او اي عقار قلت ليا دكتور هادي والله من الممكن ان فيه احد جاء شخص تلاعب عبرة السكر هادي واستخدمها دكتور نهار ومات في اليوم الثاني قلت ليا دكتور هادي وش المادة اللي ممكن تنخلط مع الانسلين وتسبب له الموت هذا بعد 24 ساعة قال لي اسمح اتوقع لي راح يفيدنا في هذا الشي الدكتور الليان قلت ليا من هي الدكتور الليان؟ قال هي دكتورة معنا في الجامعة والبنت هذه جيدة شوي وتفهم في الامور هذه بعطيك رقمة وتواصل معها وانا بعلمها قبل ما تتصل عليها انت وبقولها من انت والموضوع كامل قلت ليا زين زين يا دكتور هادي صديق جماعة خير وعطاني رقمة دكتور الليان واتصلت عليها سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا دكتورة؟ قلت ليا دكتورة اتوقع اكلمك الدكتور هادي بخصوص موضوعي دكتورة هل في مادة لو انخلطت مع الانسلين ممكن تسبب وفاة للشخص؟ قالت لي مادة من الممكن ايه ولكن وش اسلوب الوفاة اللي مات فيه الشخص هذا؟ تتلا يقولون انه مات بسكتة قلبية قالت لي سكتة قلبية؟ اجل اسمها اذا خلط نوع المادة هذه عطتني اسم مادة عطتني اسم مادة جماعة خير وتبدأ بحرف البي قالت لي ان المادة هذه لو اختلطت مع الانسلين 15 دقيقة كفيلة انها تسبب له شل العضلي تعطيه اثار الموت لكأنه شخص زاد جرأة الانسلين ومات بسكتة قلبية ولكن قالت لي ترى مفعولها سريع 15 دقيقة لنصف ساعة الرجال على طوله مودع هنا استنتجت جماعة الخير ان فيه شخص تلاعب بهذه الابرة وخاصة الابرة اللي اخذها الدكتور نهار في فترة الصباح لان ابرة الصباح يجب على خير مختلفة عن ابرة الليل ابرة الليل لها تركيز مختلف وابرة النهار لها تركيز مختلف وقلت هذا المجرم دخل عن طريق هذه الابرة بعد ما خذاها الدكتور في اخر يوم دوام له خذاها وضربها في جسمه وحطها في الثلاجة وجاء الشخص هذا وبدل هذه الابرة بابرة ثانية عشان الدكتور نهار وهو طالع من دوامه ياخذ الابرة ذي عشان يستخدمها في اليوم الثاني في بيته ممكن هذا الاستنتاج اللي يدخلوا فيه على الدكتور نهار وقتله ولكن من اللي يقتله ومن الشخص اللي خلاه يدخل للجامعة وكيف قدر انه يدخل غرفة الدكتور نهار يقول السعودة هذا الكلام كلها استنتاج ممكن يكون سليم وممكن يكون غير سليم اذ قلت يا جماعة الخير في هذه الحالة لازم استشير الضابط خوية دكتور نهار وعلمه بالاشياء اللي وصلت لها وصدق يا جماعة الخير واتصل عليه واروح للمكتب حقه السلام عليكم حضرة الضابط كيف حالك طيب ابا الشرك كني بديت حل القضية وصرت يا جماعة الخير اشرح لها القضية من البداية للنهاية قلت لم فيه شخص تلعب بابرة الانسلين والابرة هذه مخصصة بس في الفترة الصباحية ياخذها الدكتور نهار واضافوا عليها المادة اللي تبدأ بحرف البي خمسة عشر دقيقة ثلاثين دقيقة الا الرجال جاي شلل عضلي وميت قال لي الضابط والله ممكن ولكن من الشخص اللي سمح انهم يدخلون لين غرفته اللي موجودة في الجامعة قلت له والله يا حضرة الضابط الحين هذا دورك ابغاك تروح معي الان بما انك عسكري وتحقق في هذا الموضوع بنفسه قال لي امش معاي ويركب جمعة خير معاي الضابط ونتوجه للجامعة ويدخل على رئيس الجامعة الا اول ما شاف رئيس الجامعة انهبل مرحبا اهلا وسانا حياك الله وش بغيت امرني قال لي ابغى كاميرات المراقبة اللي مسجلة في الجامعة كلها وابغى الناس اللي ادخلوا واطلعوا وابغى التسجيلات من ثلاث سنوات اللي فاتت كلها جاهزوها لي من الان قاله ابشر يطوي العمر كل التسجيلات موجودة المهم طلعي جمعة الخير الضابط وركبت معاي السيارة وقال هاي سعود بكر راح جينا كل التسجيلات وراح نشوف من الشخص اللي دخل المكتب الدكتور نهار وراح تباني الحقيقة كاملة وصدق جمعة الخير يقول سعود انا في اليوم الثاني عند مكتب الضابط من الصبح مصبح عليه حرفية من صباح الله خير انتظر بس للتسجيلات هذه تجي وصدق جانا موظف وقال هذه التسجيلات موجودة في هذا الهاردست واي شي تبغونا حنى تحت امركم قلت لي معليش اعرض لي التسجيلات هذه قلت لي ثواني واطلع جمعة الخير التاريخي لمات فيه الدكتور نهار ابغى اليوم اللي قبله قلت لي معليش طلع لي هذا اليوم ويطلع جمعة الخير البح تاك 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 انتر قال لي هاذي تسجيل 24 ساعة لاقسام الجامعة كاملة وتقدر تتحكم كذا بالسهم يمين يعلمك المرافق كاملة قلت لي لا لا اسمع قلت لي ابغى باب الغرفة او اصير او اصف لمكان الغرفة حق الدكتور نهار كان اللي يبشر صدق يا جمعة الخير طاك 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 يوريني التسجيلات واصير اسرع التسجيلات بشكل سريع وصدق يربع على الساعة عشر ونص لاحظت ان الدكتور نهار دخل المكتب حقه بعدين طلع هنا ايقنت ان اضربوا ابرة الانسلين داخل المكتب بعدين طلع يكمل محاضراته بعدها يا جمعة الخير بنص ساعة اللي يجي شخص عند الباب بتح الباب ودخل قلت لي دقيقة هذا مين ومن اللي يخلاه يدخل قلت لي معليش تعال هذا مين ويعيد لي المقطع قال لي هذا شخص موجود عندنا لصيانة التكييف قلت هذا الشخص هو الشخص اللي قتل الدكتور نهار يا ابن الحلال متأكد قلت متأكد هذا الشخص لازم تحضرونه لي الان الا الضابط يا جمعة الخير وراي رافع التليفون طيطي طيطي طيط السلام عليكم فيه شخص شغال في مشروع صيانة داخل الجامعة ويسأل الموظف قال له ش اسمه ويعطيه اسمه قالت حضرونا لي الان 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 تجيبونا لي من تحت الارض وصدق يا جمعة الخير يقول سعود ما قعدت ولا نص ساعة الا هم حضرين الشخص هذا في مكتب التحقيقات اللي يقول لي الضابط امش ترى الرجال موجود في مكتب التحقيقات الان طبعا مكتب التحقيقات هذا وين اللي انا كنت شغال فيه قبل وفيها جمعة الخير المديره السابق حقي متعب قلت لا يمشي حضرة الضابط واروح انا والضابط يا جمعة الخير ودف باب مكتب التحقيقات إلا حصل المحقق متعب في وجهي إلا الضابط جمعة الخير كان يمشي جنبي إلا حد يتعدى الشخص هذا هذا إحنا اللي طالبينا دخلوا غرفة التحقيقات شوي وبنجي أنا والمحقق سعود انهب المتعب عارف إني قدرنا نسحب حبال القضية وبدأنا نفكها خيط خيط وأدخل يا جماعة الخير ويدخلون غرفة التحقيقات قال لي الضابط سعود حقك معه أنت قل الموم صرت أسألة يا جماعة الخير وكنت محترم في سؤالي حرفيا كنت محترم بشكل كبير أنت في الوقت الفلاني هذا واش كنت قاعد تسوي والوقت هذا وين رح وليه دخلت المكتب ومن طالب صيانة المكيفات ومنه من صرتي جماعة الخير أحجر له من كل مكان ولكن الشخص هذا رافض يعترف قال لي جماعة الخير يقوم الضابط ويحط يده على الطاولة كذا بقوة قال لي أسمع قسم بالله العظيم لو ما تعترف إن شفت الطاولة هذه لا أكسرها فوق راسك تسمعني ولا ما تسمعني أنا راح أساعدك بنفسي ولكن أبغى أعرف من الشخص اللي أرسلك وصدق يا جماعة الخير للرجال هذا يكب العفش كامل لأنه والله ما لي دخل أنا لوصاني عرفتو يا جماعة الخير الرئيس اللي صاد الدكتور نهار اللي ثبت عليه كل شيء إنه يبيع الأدوية اللي موجودة في الجامعة للناس اللي برا وهو الشخص اللي مرسل فني الصيانة هذا يبدل أبر الأنسلين فأعترف بكل شيء حرفيا صار ولكن الموضوع ما أوقف عندي هنا لا لا الموضوع يا جماعة الخير الآن أقدر أفتح سجلات القضية وأجيب الأدلة اللي جابها الدكتور نهار وأدلة الناس اللي صدهم أنا بنفسي متعاونين منهم المحقق متعب منهم الرئيس اللي موجود في قسم الجامعة منهم الأشخاص اللي كشفهم الدكتور نهار هذولي كلهم متعاونين عشان يقتلون الدكتور نهار بعد ما أعترف هذا وسجلنا حرفيا اعترافاته قلت للضابط الآن نقدر نلقي القبض عليهم كلهم ونحشرهم كلهم في زاوية ونحاسبهم على الشي اللي سووه وصدق جماعة الخير إلا هذا الضابط كلم شخص مسؤول أبغاكم تحضرون لي فلان وفلان 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 بكرة الصبح يكونون موجودين في مكتب التحقيقات وابغاكم برضو تقبضون على متعب مدير التحقيقات اللي موجود في القسم وصدق جماعة الخير يقول سعود جيت لليوم الثاني الصبح إلا هم كلهم متهمين وجلسين قدامي وقاعد أحقق معهم واحد وراء الثاني وسويت في الوقت الفلاني وش السبب وشلون صارت هذه المشكلة المهم قدرت أكشف يا جماعة الخير التلاعب اللي سووه واللي يقتلوا فيه الدكتور نهار وحالتهم يا جماعة الخير الدولة للسجن العام وخذوا عقوبتهم يا جماعة الخير اللازمة بعدها ممكن بيومين إلا يجيني اتصال مرحبة المحقق سعود المحقق سعود لازم نقابلك نبغى نتوجك بوسام شرف على الشي اللي سويته في الأيام اللي فاته وبرضو نبغى نعلن عن منصبك الجديد اللي رح تمسكه وصدق يا الرابع جيتم في اليوم الثاني إلا عطوني وسام الشرف على الشي اللي أنا سويته لإني اكتشفت ناس متسترين ومتلاعبين داخل دولتنا وبرضو نصبوني يا جماعة الخير وصرت مدير التحقيقات مكان متعب اللي قبل ولهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم أتمنى أتمنى والله العظيم أني وفقت في روايتي لهذه القصة والله يسعدكم سعادة الدارين واكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات رأيكم ويهمني واشوفكم فمان الله في قصة جديدة سلام عليكم